السلام عليكم يعطيكم العافية ان شاء الله اليوم حنشرح المحاضرة السابعة اللي هي اخر محاضرة واخيرا بشابتر ثمانية يعني هو اسوأ شابتر صراحة المحاضرة شوي انا بدها بدها نتوفى يعني بس رح احاول قدر المستطاع يعني اسهل المعلومة عليكم وحيكا نرسم شوية مخططات جانبية من باب بس ترتيب الافكار وتنظيمها اول شي حابة اشكر طبعا قبل ما نبلش المحاضرة المفرغين اللي فرغوا هاي المحاضرة اللي هم جانا واحمد يعطيهم العافية والله يجعلوا بميزان حسناتهم فبس قبل ما ندخل على المحاضرة بشكل يعني معمق خلينا نحكي شوي عن الاشياء اللي اخدناها نستذكر يعني لان المحاضرة اليوم تابعة لاخر جزئية بالمحاضرة الماضية لمحاضرة رقم 6 فاليوم خلينا هيك نستذكر شو اخدنا اصلا لمحاضرة رقم 6 بمحاضرة السادسة حكيانا عن post transcriptional اوكي موديفكيشن احنا عملنا transcription ولكن في مرحلة تعديل ما بعد transcription حكيانا هم مثلات مراحل اول اشي اني بعمل cabbing على 5 prime end اذا ايش باجيو بعمل اوكي شو باجيو بعمل باجيو بعمل cabbing على 5 prime end شو باجيو بعمل باجيو بعمل cabbing على مين على 5 prime end وشو يعني ال cabbing على 5 prime end اني اضيف الموديفايد جوانين وحكيانا كلمة موديفايد لانه بعدين بنعمل بنضيف المثل جروب يعني كنا بنعمل مثل لهاي الجوانين على 5 prime end للبريم اصلا كل عملية بست ترانسيكريبشن للموديفكيشن حتى احول من بريم اراني لماتور صح؟ واطلعوا بعدين عن طريق النيوكليار بول اطلعوا من النيوكلياس على السايتو بلازم وصر الله ترانزليشن عن طريق رابوسومز فسو هلا هون بحكينا احنا عملنا ضفنا الموديفايد جوانين على 5 prime end للبريم اراني عن طريق انزيم حكينا بس هذا المطلوب منكم لأ فيه كمان انزيم بس صراحة شو نشيته المهم الجوانيل الجوانيل الترانسفيريز من الاسم الترانسفيريز اذا هو ناقل للجوانين حتى واهم نقطة حكينا انه بيكوني شو اسمي رابطة 5 to 5 5 prime to 5 prime bond وحكينا ليش انا بشكل هذا النوع من الرابطة بالضبط لانه مشان الانزيمات اللي الى الارانيز اللي مسؤولة عن انها اللي ممكن ممكن انها تيجي وتعمل الديقرديشن للام اراني اللي انا قاعدة بصنعه ما بتقدر تتعرف على هاي الرابطة هي اما بتتعرف على ال 5 prime او بتتعرف على 3 prime end سو انا لما اعمل هذا النوع من انواع الرابطة اللي هي 5 prime to 5 prime هاي الانزيمات اللي حتعمل الديقرديشن ما حتقدر تتعرف عليها فبالتالي ما حتقدر تعمل الديقرديشن هاي اول جزئية حكيناها النقطة الثانية اللي حكينا عنها حكينا عن ال polyadenylation انه نضيف ايش نضيف poly A tail على مين على 3 prime end لانه حكينا احنا عملنا كابنق على 5 prime اما على 3 prime عملنا polyadenylation للpreM RNA وركزنا على جزئية انه ال polyadenylation هي عبارة عن هي عبارة عن post transcriptional modification وبرضه termination بحالة مين بحالة ال eukaryote برضه ايش termination بحالة ايش بحالة ال eukaryote اوكي وtermination بحالة ال eukaryote حتى حكينا عن اللي هي torbido RNAs وكيف يجي بيشتغل بحالة polyadenylation اوكي فما رح ارجعي طراح لانه هاي الاشياء اريدي احنا ضمناها بالمحاضرة السابقة اوكي طيب اه تمام اخر جزئية اللي هي هنحكي عنها ومحاضرتنا لليوم هتحكي عنها اللي intron splicing طبعا هذا المخطط مش معناها انه intron splicing ثلاث انواع لا هذا معناها شو الاشياء اللي احنا هنحكي عنها بال intron splicing اول اشي هنحكي عن دوره بانه يصنعدي لو انا عندي جين ممكن مثلا من هذا الجين اطلع مش بروتين واحد ممكن مثلا اطلع ثلاث بروتينات ممكن اطلع اربعة حسب اشي بنسمي alternative splicing حسب ترتيب اللي احنا حطيناها واخر شي هنحكي عن self splicing introns انه في بعض يعني الكائنات خلينا نحكي او ال species ما بيكون عندها الانزيم اللي مسؤول عن splicing يعني بهاي المرحلة لهيك بتكون الانترونز اصلا اللي بداخل هاي الكائنات عندها زي اوتوماتيكلي زي برنامج خاص فيها لحالها هي من حالها تعمل splicing لنفسها اوكي فبس يعني مبدئيا هاي الاشياء وبرضه هنحكي عن اكثر من جزئية تمام هنحكي عن يعني واحدة من ال topics اذا هذا اول موضوع هنحكي عنه الاشي ثاني هنحكي عن ال r ال r ريبوسوم ال r ال r ال r ال transfer rna processing وال rna editing يعني هاي ال topics الاساسي اللي احنحكي عنها هندخل خلينا ندخل الان بالمحاضرة بشكل اه نفصل وبعدها نرجع نكمل هون اوكي كمان طيب اوكي نيجي هون هسا هون بحكي لنا عن اشي بنسميه احنا حكينا بنا نعمل اش بنعمل splicing صح احنا انا شو بدي ااجي اعمل بدي اعمل splicing لمن للانترونس طيب بدي اياكم تكونوا عارفين انه عملية splicing splicing هون الدكتور حكي لكم ملاحظة جدا مهمة يعني splicing شو المقصود فيها بشكل عام المقصود فيها اني اشيل الانترونس تمام يعني اشيلهم حرفيا من ال rna وحكينا ننتبه والدكتور ركزي كثير على نقصة انه splicing فقط بتصير على ال rna بس ما بصر في شي يسمو splicing على ال dna ننتبه اوكي المهم انه نشيل الانترونس من من ال rna ونعمل ligation يعني نلزق بمعنى اخر ال exon مع بعض هنربطهم مع بعضهم البعض يعني مثلا بدل ما يكون فرضا خلينا نعتبر انه عندي هذا الشكل هذا exon 1 هذا انتر سوري انترونس وهذا exon 2 فقال لك انا بشيل هذا الانترون وبصير على هذا الشكل يصر exon 1 و exon 2 مرتبطين ببعضهم البعض اوكي ببساطة يعني هذا الاشي اللي انا رح اعمل رح احاول اعمله ب لكن تقريبا هي مش عملية عشوائية ولا عملية بسيطة بالطريقة هاي هي يعني لو اقرب اياها او اشبهلكم اياها ممكن اشبهلكم اياها بمين ممكن اشبهلكم اياها بعملية الترونزيكريبشن اصلا بتذكروا الترونزيكريبشن كنا نيجي نحكي هذا الجين لازم يكون عليه بروموتر عندنا الكودينج ريجن وبعد اذا كان عندك اول اشي البروموتر بعد البروموتر خلينا نفترض انه هاي الكودينج ريجن وبعد الكودينج ريجن عندنا حكينا الترمينيشن اوكي والبروموتر عليكم سنسس سيكونز والديتيل اللي اتفقنا عليهم فتقريبا تقريبا السبلايسن نفس الاشي بحيث انه انت لما تيجي تعمل سبلايسن بحاجة لثري كونسنسس سيكونز يعني عملية السبلايسن لانه اتفقنا اصلا بالمحاضرة الماضية انه عملية السبلايسن وانك تشيل تعمل لهاي الانترنز لازم تكون عملية جدا اكيرت عملية جدا دقيقة لانه اي خطأ بهاي العملية هيعطيك ايش هيعطيك باثولوجيكال كونديشن اوكي تمام سو لهيك عشان هيك هتشوف العملية جدا دقيقة وتقريبا الخطأ فيها يعني يكاد يكون معدوم لانه لو صار انه اخطأ هتصدر عنا امراض مثلا جيكال كونديشن طيب هلا شو هاي الكونسنسس سيكونز او السيكونز المهمة اللي لازمة حتى اهنا نعمل نجو نعمل ايش اوكي كنا نحكي عن الكونسنسس السيكونز اللي لازمة او السيكونز اللي لازمة اني يعني سيكونز معينين تمام اذا هم عبارة عن ايش هم عبارة عن سبيسيhal سيكونز وهذا جاي على الثلاث هم 3 سيكونز مين 3 سيكونز او الوحدة ساintérieur ساعد هنحكي عانه يعني بس انا حشان استعرض fusion destination بشكل عام اوكي اوكي اذا اول ايش عندنا الفاي سا RT أوكي الاشي الثاني عندنا ال 3 براي اذن ايش عندنا الاشي الثاني هي يعني احنا حنقص من طبعا اسبتت annual للإنترون الشغل الثاني اسبتت للإنترون ممكن هنا معاتفهم كثير حنستعرضها على الرسمه واغير اشي машine تكون هي منطقة موجودة بداخل الانترون يعني انت حتى تستطيع تعمل لازم تكون موجودة عندك هذول الثلاث مناطق حتى تكون العملية زي ما اتفقنا ايش اكريت اوكي نرجع هون تمام لا مش تمام اوكي طيب فهون بحكي لنا اه رح احاول صراحة انا عملت رسمي شوي اه حتى تبروها غبية غير رسمي هي بتشبه رسمي هاي بس انا حسيتها ابسط الفكرة وما فيها شو بحكي لك بحكي لك انه هاي انت عندك اجزون تمام هاي اللون خليني احكي لكم هون هذا اللون اوكي او لا ليش اعطني هذا تمام هذا اللون عبارة عن هذا اجزون تمام اجزون 1 وهذا اجزون 2 وهذا عبارة عن مين هذا عبارة عن الانترون اوكي طيب مش هنختلف على هاللموضوع بحكي لك بين الاجزون والانترون في عنا جونكشن يعني في عنا زي سيكونس هيكا جاي بالجونكشن بيناتهم هون السيكونس المهم كأنه كأنه اذا ما خبضني هذا الاج يعني او الاج صراحة دقيقة عشان ما اكون قاعدة بحكي كلمة مغلوطة او يس هذا الاج تمام اذا هذا الجونكشن اللي موجود هون هذا هذا الجونكشن بنسميه الاج جونكشن جاي بين الاجزون والثري برايم لتبع الافايف برايم للانترون احكي لكم الموضوع ببساطة لاني حاسي حالي فوتتكم بالحيط احكي لكم شغلة طيب ركزوا معي شوي بس بالله هون ركزوا معي شوي انا اصدر رسمت الاسم هيعة بس عشان اوضح لكم شغلة طلعوا اول اشي انا هون لما اجي ترقمت هاي بما يخص ايش لاحظ الله قوة الله بالله دقيقة خاص بديش هاد هاي الفايف برايم للإكزون ون وهاي الثري برايم للإكزون ون على نفس يعني كأني لو بدي اعملهم بيناتهم السبايس هاي الإكزون ون وهاي الانترون يعني سباست شوي طلعت كبيرة هاي في الفايف برايم هاي الثري برايم للإكزون ون اذا هاي حتكون الفايف برايم وهاي حتكون الثري برايم لمن للإنترون فهذا الاشي اللي انا حاوت استعرض لكم اياهون بالرسم فالفايف برايم اند للإكزون ون الثري برايم اند للإكزون ون هي نفسها تقريبا او جنبها حتلاقي الفايف برايم اند لمن للإنترون تمام وعلى النقيد تماما عند الإكزون 2 حتلاقي ال3 برايم اند تبعت الإنترون مقابلة للفايف برايم اند للإكزون 2 يعني تفاهمينك قصد دي يعني كأني هيك تبروني فصلتهم يعني هاي الإنترون وهاي الإكزون رقم اثنين تمام هاي حيكون لها الفايف برايم وهاي حيكون لها ال3 برايم كأني باعدت بيناتهم طبعا هاي المسافة مش انها مسافة بعيدة بيناتهم هاي عبارة عن جونكشن حكيا ن Jung Under which were Ap نسميه ال-UG Junction لأنه الإنزيمات تبتيجب تتعرف على هاي المناطق يعني شوي بروس هو شوي خربيش لأنه شو اسمه بس أتمنى إنها تكون الشغلة واضحة طيب نرجع فوق على الإشي اللي حكينا ياهن شو بيقول لك بحكي لك ببساطة إنه في عندك short sequence في عندك sequence جاي بال-junction بين ال-entrons وال-exons وحكينا هذا يعني هذا ال-exon 1 تمام هذا ال-entron خلينا نسميه وهذا ال-exon 2 اللي جاي بين ال-exon 1 وال-entron هذا بنسميه أول junction هو طلع GU أنا آسفة يعني أنا بعتذر هذا أنا حكيت لكم إنه AG لا هو طلع GU يعني زي ما هذا GU واللي تحت معناها AG ياسب الظبط أنا بعتذر يعني إحكيسوهم معلش حككم علي طيب نرجع هون المهم هلا إذن هون عندنا ال-junction بيكون كثير صغير بنسميه ال-GU junction جاي بين ال-exon 1 وال-entron فعليا بين ال-3 prime لل-exon 1 وال-5 prime لل-entron يعني بشكل specific لو بدي أحدد طيب هلا بالمقابل من جهة ال-exon 2 هتلاقي ال-A-G برضو عندك sequence صغير ال-A-G sequence جاي بين ال-3 prime لل-entron وال-5 prime ل-exon 2 أوكي فهذا الإشي بس حاولت أود تحبي الاسم اللي رسمتها قبل شوي وبعت هذا اللي إنه طلعت القواعد ال-Native gene أوكي تمام هلأ حكينا في عنا لو بتلاحظوا عند هاي المنطقة عند ال-junction الأول اللي جاي بين ال-exon 1 وال-entron هذا ال-junction أوكي إذن هذا نرجع بالله هذا exon 1 وهذا ال-entron وهذا ال-exon 2 يعني هذول اللون أخطرهم عبارة عن exon واللون الأصفر هو عبارة عن entron طيب بحكي لك هذا ال-GU هذا ال-GU بنسمي ال-5 prime اللي إحنا قبل شوي حكينا عنه شو بنسمي بنسمي ال-5 prime supplies site أوكي وعلى النقيد تماما اللي من جهة ال-E2 لإنه ليش سمينا ال-5 prime supplies site لأنه حكينا جاي على ال-5 prime لل-entron طيب اللي جاي على ال-3 prime لل-entron اللي هي ال-G أو ال-A-G بنسميها ال-3 prime supplies site أوكي فهذا ال-إشي بس حبيت أنه يكون واضح وغيره حكينا في عنا إذن هاي أول تفقنا هذا أول consensus sequence أوكي تمام وهذا consensus sequence رقم 2 صح صح طيب طب وين consensus sequence رقم ثلاث ال-contentous sequence رقم ثلاث اللي هو هاي شايفين انتولي مش هاذ هاي القطعة اللي جاي مش عارف مش صراحة شو لونها هاي القطعة ال-contentous sequence بنسميها ال-branching يعني هاي ال-contentous sequence رقم ثلاث ال-branching site ليش ال-branching site لأنه من عندها حيصر تفادع وبتحتوي هاي وبتلاحظوا إنه ملول لك ال-أدينين فيها بلون أوكي لو لك ال-أدينين هاي بلون مميز ليش لأنه بنسميها ال-branch point أدينين طيب نرجع نتفق يعني أنا هانا بس بعدي قاعدة بعرفكم على الأماكن حتى ندخل بالعملية اللي بصير فيها ال-splashing رح أرجع عيد كمان مرة على رسمي هاي اوكي شو قلنا احنا كم consensus sequence عنا زي ما اتفقنا عنا 3 واحدة بنسميها خلينا نحطهم هون عالجنب واحدة بنسميها 5 prime supplies site تمام هاي اول consensus sequence الثانية 3 prime supplies site والثالثة branching تمام branching site طيب هلا حكينا 5 prime 3 prime related لمن هذا اللي حكي او كل كل على فكرة كل consensus sequence وين بيكونوا بيكونوا بداخل الانترون طيب كيف 5 prime وكيف 3 prime للانترون رحنا حكينا كالتالي اللون الاخضر الاول عبارة عن exon 1 اللون الاخضر التاني عبارة عن exon 2 واللون هذا مش عارف هو اصفر على برتقالي هذا عبارة عن من هذا الانترون فحكينا لو بدي اجي اطلع لك النهايات هنا هون هنحكي هاي ال 5 prime end ل exon 1 اذا عند هاي المنطقة هتلاقي ال 3 prime end لل exon 1 ويعني عند الجونكشن برضه هتلاقي ايش ال 5 prime end لل انترون تمام بالمقابل هون هتلاقي ال 3 prime end لل انترون و ال 5 prime end ل 5 prime end لل exon 2 تمام لذلك سميناها لذلك شو سميناها سميناها لانها جاي على 5 prime end للانترون اول contention sequence سميناها 5 prime supply site ولانها الثانية جاي لانها الثانية جاي على 3 prime end للانترون سميناها 3 prime end contention sequence طيب هلأ اخذنا اول سنتة طب الثالثة وانها حكي ان الثالثة جاي جوا الانترون فعليا بنسميها هي المنطقة البرتقالية كلها بنسميها وحكي انها بتحتوي على نقطة مهمة بنسميها وهاي هنفهم ليش سميناها كمان شوي طيب هيك احنا تعرفنا على الاجزاء او على المنطقة اللي لازم نصر من عندها هيك لازم تكون مكوناتها اوكي طيب نجي نرجع نقرأ اذا في اشياء مثلا بالسلايد غابت عن ذهننا يعني ممكن في تفاصيل معينة بس انا حاولت اشرح لكم الاشياء المهمة على الرسم شو بحكينا هون الدكتور بحكينا التالي اوكي تمام اوكي طيب اول اشي حكينا في عنا بالجونكشن اللي جاي بين الانترون والإكزون في عنا شورت سيك وانتوا حكينا اللي على الفايف برايم يا رب ما ارجع اخربط في انه ايش جاي ال ال اي جي صح لا ال جي ال جي يا ربي جي اوكي اذا اللي على الفايف برايم شو بنسميه بنسميه الجي بالمقابل اللي على ال هذا او بنسميه ال اي جي تمام او هو هيك اصلا هذا الشورت سيك اوكي طيب حكينا كم كونس سيك عندنا ثلاث اول واحد اللي جاي على الفايف برايم للانترون انت كونتينز او على الفايف انترون انت وبتحتوي على كونس سيك وانت وتقريبا يعني كونس سيك بشكل ثابت دايما هذا كونس سيك عبارة عن مين عن جي يو داي نيوكلي تاي داي لانه عبارة عن جي ويو لانهم ثنتين من النيوكليوتي دات تمام اوكي طيب اوكي هلا بالمقابل ايش عندنا ان جاي على نهاية الانترون مكونة من 11 نيوكليوتي بس اهم احنا اهم نقطة فيها الاج لكن هاي 11 ما فيها بقط الاج فيها بيرميدين هزا هنجح نشوف ها الرسمة مش الرسمة اللي انا شرحت عليها رسمة فوقها وبرضه يعني حتلاقي بيرميدين واثر النيوكليوتي دو اهم اشي حكينا هذا الان 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 اللي هو الاج وين موجود هذا حكي كله على طيب اوكي تمام تمام هون بس الدكتور بحكي لك انا بدي اعمل يعني احنا تعرفنا بس هون معلومة طيب انا بدي اعمل هل عملية عملية عشوائية حكينا لا والله بناء على اللي قاعدين نشوف هي عملية منظمة طيب منظمة على شو بتعمتها تعتمد على شغلتين واحد على نوع الخلية يعني مثلا هنشوف كمان شوي مثلا على الكالسيتونين بفرق الموضوع بين وبين هاي واحدة الاشي الثاني بناء على الجين يعني من جين لجين آخر بيختلف بيختلف عملية السيبلاوسين يعني هذول المكونات اللي المفروض تلاقيين انت بالكل ثابتت ولكن العملية اللي بصير فيها السيبلاوسين ممكن انها تختلف وآخر إيش البروتين لانه مثلا انا والله بحاجة هذا البروتين كثير فممكن انا اجي اعمل سيبلاوسين كثير يعني هنيجي نحكي عن الثير إذن احنا حكينا عن اول آخر اللي هي مين اللي هي هاي عبارة عن بنسميها هاي هاي حكينا هي المنطقة اللي جاي عننا هون باي لون اللي جاي باللون البرتقالي يعني فعليا هاي المنطقة هاي المنطقة تمام هيتها هون انا حط عليها بلون أسود حتى طيب شو قصة هاي المنطقة بحكي لك هاي المنطقة مكونة حوالي من 20 ل 40 وجايين هذول اللي 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 او والله حكيك صحيح لأنه هاي عنا لو انا يعني بدي اشوف هاي 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 هو جاي وكام عدده حكينا من 20 ل 40 اللي لحد الان كل كلامك منطقي ومفهوم تمام طيب شو كمان حكي لنا بحكي لنا انه بيكون يعني بيكون غني بالبيرميدين وبرضو اهم اشي انه في عنده ادينين يعني هاي هي المهمة يعني بتهمني هي فعليا الادينين ليش لأن الادينين بنصنيها لانه من عندها هاتسمتك وين اللاريان تحصل عندك وحنحكي عن لقدام تمام هاي الادينين بتكون بالقرب من تقريبا ل ال ل طيب اه فبحكي لك اه اخر شي هاي زي لما حكينا عن على هي كثير مهمة فبحكي لك وجدوا ان هذا يعني هم مطلوبين لل وحكينا انا كثير بهمني انه عملية تكون عملية دقيقة لانه لو لا صمح الله كانت العملية او مش دقيقة هيتطلع عندي وحيطلع عندي امراض كثير اوكي طيب تمام اوكي وكان دي ترمين دكتور حاكي مؤنوة انه احنا ما بنقدر انحدد من وين لازم نقطع الا عن طريق عن طريق حكينا هذال اللي هم نفسهم هم بيدلونا انه انت وين لازم تقطع على وعندين على وتعمل على موجود تمام وقلنا قلنا انت حتى تقدر ايش يعني هون الدكتور بحكي انت حتى تقدر يعني سوري هاي الملاحظة لازم تكون قبل عشان تسلسل الافكار بس انت ما انتبهت اله مش اني ما انتبهت اله هنسير احكي عنها قبل المهم هسا انا بدي اعمل بدي اعمل سيبلاوسينج اوكي عملية سيبلاوسينج حكي انا لازم تكون عملية دقيقة وحتى انها تكون هاي العملية الدقيقة بيعتمد على شغلتان على اول اشي الاسبيسيفيك سيكونس اللي وحكي انا عليه الكنسنسس سيكونس هاي هي اللي هي رقم واحد والاشي الثاني بيعتمد على الفاكترز اللي مسؤولين عن هاذ السيبلاوسينج يعني صح انت بدك تعمل سيبلاوسينج طب مين اللي هيعمل مين العمال انت تعرفت على يعني خلينا احكي منطقة العمل اللي حتشتغل فيها طب مين العامل اللي هيشتغل فيه مين الفاكترز هو اشي بنسميه اللي حيتعرف على هاي طيب اتمنى انه لحد الان تكون الامور كلها واضحة وتمام اذا حد عنده اي مشكلة يعني احكي لي عاجي ما عندي اي مشكلة ارجع اهي دور هون بدي تركز معي شوي نرجع هون عنا ال هذا لا غبار عليه قلنا هاي عندك ال 3 لل وال 5 لل فعلى 5 لل قلنا اللي جاي على بداية 5 سيبلاي سايت شو اسمه اسمه الجي وحكينا هذا جدا مهم تمام بعدين حكينا في عنا الثانية الاثر جاي على مين جاي على ال اللي هي ال اللي جاي من جهة سيبلاي سايت تمام وهي بحكي لك هو عبارة عن عبارة عن تمام هتلاقي اللي ممكن تكون سايمين او سايتوسين اوكي لأ انا بحكي عن انا بحكي عن ام ارنف ومستحيل الاقي ثايمين لازم الاقي يورسين او سايتوسين هتلاقي اي يعني اي نيوكليوتيد بس اهم نقطة اهم نقطة ان تلاقي هذا ال اي جي اللي احنا قاعدين بنحكي عنه طيب ساير تكون ساير حكينا البرانش سايت البرانش سايت زي ما انتو شايفين مكون من ملتبل بيرميدين يعني عدد كبير منها واهم نقطة عندك برضو نيوكليك اسد واهم سري نيوكليوتيد عادي مش ضروري يكون بيرميدين يعني ممكن يكون بس اهم نقطة حكينا هي هاي اللي البرانش بوينت ادينين لانه من عندها حيصر عندك ويتكون اللارينت يسيكله زي شكل الحبل اوكي بس والله هاي ارجعنا بس نستعرض بشكل سريع المكونات اوكي طيب هلا خلينا نيجي نحكي بالتفصيل شو اللي بصير بس قبل ما احكي بالتفصيل شو اللي بصير بدي احكي عن ملاحظة حكاها الدكتور بيحكيلك انه هذا اللي او حتى لازم انت تلاقيهم بكل الانترون لانه بدونهم ما بتقدر تعمل سيبلايسنج منطقيا وبحكيلك لو مثلا صار عندك ميوتايشن بهاي المنطق وبدل مثلا هي المفروض تكون جيو فرضا فرضا صارت ايو هاي بتصير عبارة عن بلاين دسبوت يعني زي نقطة عمية بالتالي بالتالي السيبلايسر اللي مسؤول عنه انه يعمل سيبلايسنج ما حيقدر يتعرف عليها بالتالي عملية السيبلايسنج كلها ما حتحدث نهائيا فبس اني هذا كان طريق الدكتوري على الموضوع والان حننتقل اللي هي العملية بالتفصيل شو اللي بيصر اللي بيصر كالتالي ركزوا معي شوي رح احذف هاي الأشياءات المكتوبة عشان يصر الاشي شوي مرتب لاني حاس حالي عركت الدنيا صح مالش اللي بيصر كالتالي أول إشي بدنا نعرف إنه اللي يعني اللي مسؤول المركب المسؤول عن السيبلايسنج هو عبارة عن إشي بنسميه السيبليوسوم من اسمه أصلا سيبليو إذن بعمل سيبلايسنج وسوم بادي فهو عبارة عن فعليا تركيبة كومبليكس وعبارة عن إيش هو عبارة عن كومبليكس احنا قلنا تعرفنا بالبداية يعني الدكتور هنا ذكر قال لك إنت لازم يكون عندك إيش إني بس سوري لازم يكون عندك المواقع والله إحنا تعرفنا عن المواقع والأمور كلها تمام طب ظل الإشي الثاني اللي هو الفاكتورز يعني مين اللي حيقوم العامل اللي حيعمل هاي العملية اللي هو قلنا إشي إيش بنسميه إيش بنسميه السيبليوسوم طب شو طبيعة هذا السيبليوسوم سيبليوسوم هو عبارة عن سمول نيوكلير RNA بروتين كومبليكس يعني هو عبارة عن مجموعة من بروتينات السمول نيوكلير RNA عامل كومبليكس هم مش بروتين واحد فعليا جايين من U1 to U6 يعني صوري هاي 6 يعني واحد واثنين وثلاث واربعة وخمسة وستة جايين من U1 لا إيش لا إيو 6 هذا الكمبليكس أو هذا إيش أو هذا المركب أوكي إذن إيش هذا الكمبليكس أو هذا المركب شو بصير فيه سوري أوكي بروح بعمل بتعرف على هاي الكونسنس السيكون وبشتغل عليها بالترتيب التالي نتبع الترتيب من هون اللي بصير كالتالي حكي أنا هو كم سب يونت سب لي وصوم U1 U2 U3 U4 U5 U6 تمام؟ هم ستة أول سب يونت قيل لك بتيجي بترتبط على الـ 5' supply site على الـ GU اللي موجودة على الـ 5' supply site والـ U2 بحكي لك بتروح هايو الـ small nuclear RNA الـ small nuclear RNA protein عندك الـ U1 بترتبط للـ 5' supply site على الـ GU والـ U2 بترتبط على الـ branching site الـ U2 من الـ small nuclear RNA protein بترتبط على مين؟ على الـ branching site هاي أول إشي مجرد ما رتبطوا أو بعد ما يرتبطوا في اللي بيصير أوكي بعد ما يرتبطوا إيش اللي بيصير بعد ما يرتبطوا هون رح أمجزون بعد ما يرتبطوا هدول اللي هي واحد واثنين بيجي عندك أربعة وخمسة وستة أربعة وخمسة وستة بيجوا برتبطوا على الـ complex بس سوري قبل ما يرتبطوا أربعة وخمسة وستة على الـ complex آه شو اسمهم؟ أو لا هما بيرتبطوا يعني أنت U1 و U2 ارتبطوا صح يعني هون لو بدي أرجع أنا ما بدي أستخدم هذا الكلام عشان مشكل شوي أضل بسح واتغلب صح هنا حكينا هذا ارتبط هذا ارتبط وهذا ارتبط طيب بدنا نشوف هسه ارتباط الباقيين اللي هنا أربعة وخمسة وستة قالك أربعة وخمسة وستة بيجوا بارتبطوا على الكوملكس يعني بيجوا بارتبطوا على U1 وبيجوا بارتبطوا على مين هاي عندك U2 وهذا عندك U1 U1 جاي مرتبط مع UG لما يرتبطوا أربعة وخمسة وستة بيعطيك إيش ركز لي على كلمة يعني أنت صحي ربطت واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة ربي ما في ثلاث لما يجي تيجي تربط هذول بيعطيك سبليوسوم ولكنه إيش بيكون هذا الاناكتف سبليوسوم بعد ما يرتبطوا أربعة وخمسة وستة بيجي بيتكون الحبل بيلف الحبل يعني كأنه يعني هو كان هيك تمام؟ أوكي يعني أقول لكم كيف أقول لكم كيف أنا مفروض أني أكل دسمة الرسمة هنا شوي يعني لبية مثلا أنه هاي هاي هي الرسمة لا مش هاي هي الرسمة إنو معناته رح أشتغل على رسمة هاي هم يقل لك إجوا الباقين اللي هي أربعة وخمسة وستة ارتبطوا مجرد مثلا افترض أنه هاي أربعة افترض يعني مش مطلوب منكم ترتيب ارتباطهم أربعة وخمسة وستة مجرد ما يجوا يرتبطوا حيلف هذا بالطريقة هاي شو هيعمل؟ حيلف يعني حيصير بحيث إنو هاي الجزئية لما تيجي تلف تكون فوق هاي يعني طلع هون بالله على اسمها طلع هيلف شايفين؟ هاي الأدنين لما لف بهاي الطريقة صارت المفروض استخدم لون ثاني صح؟ صارت إيش؟ صارت ال-UG فوق الأدنين اللي موجودة اللي هي يعني جاي مباشرة فوق البرانشينج بونت أوكي؟ هون هذا الإشي شكله هيكي زي لفة الحبل بنسميه اللاريانت ستركتر فور متى بيتكون؟ بيتكون معد ما يرتبطوا الأربع والخمسة والستة ويتكون عندنا ال-inactive repulsome بصير عندك هذا اللاريانت بعدين بحكي لك بيجي في واحد من هدول ال-small nuclear RNA protein بعمل مين هو؟ اللي هو ال-U4 إذن ال-U4 بيجي بعمل مجرد ما ال-U4 يجي يعمل كأنه هم ونزاح بصير الربليوسوم على شكل إيش بصير على شكل active repulsome إذن بصير على شكل إيش active repulsome طيب أوكي إذن هذي هياته زي ما أنتوا شايفون بهذه الرسمة ال-U4 عمل dissociation برضو حتى ال-U5 ال-U5 بعمل بعدي بعمل cleavage أو إنه هيك بعمل cleavage لمين بس؟ لا سوري هو مش أوكي أنا خلطت ميزيت المهم بس إحنا قلنا شو صار اللي صار كالتالي اللي صار كالتالي ال-U4 عمل dissociation مجرد ما ال-U4 عمل dissociation صار عندك active supplusome حكيت repulsome active supplusome هذا active supplusome حيروح ويعمل ويكسر أي رابطة حيروح ويكسر الفاذ prime splice يعني حيكسر أي رابطة هيعمل dissociation شايف كسر هاي الرابطة شايفين هاي الرابطة اللي هون بيجي وبكسر يعني بيجي بيكسر ال-UG شو بيجي بيعمل بيجي بيكسر ال-UG بيجي بيكسر هاي الرابطة اللي موجودة على وبعد ما يكسرها بيكون على بالخطوة الخامسة بالخطوة الرابعة صورية حتى يثبت يعني أنت اللاريانت تتكون عندك من أول بعد ما كونت اللاريانت يجي كسرت هاي الرابطة اللي موجودة هون لما تحول عندك طبعا على شكل بعد ما تكون أو بعد ما تيجي تعمل هاي الرابطة اوكي بعد ما تيجي ايش بعد ما تيجي سوري تكسر هاي الرابطة هترجع تكون رابطة فوسفو دايستر بوند بتوين هذا صح اتفقنا انه اللي على اليوجي هي بين تبعت الانترون تمام وال يعني هي مش هي تبعت الأدنين فحتتتكون رابطة بين هاي المنطقتين اوكي تمام فهون بحكي لك انت اجت كسرته بعد ما اجت كسرته شو عملت هايو كونت العلينت انترون تكون بين توبرايم 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 جاي من وين توبرايم زي ما انتوا شايفين من هون جاي من الbranching point اللي هي فيها الأدنين وال 5 جاي من مين جاي من القوانين يعني انتوا هانا كسرت الرابطة هايو شايفين بعد عن بعض لما كسرت الرابطة كونت بين 5 مش هي جاي على شكل يعني اللي فعليا اللي جاي على هي تتكون عندك رابطة بين اللي عند الجي تمام بين البيس نتبهو انها الجي على الأدينين تبعت الأدينين عند تمام طيب تتكون هاي الفوسفو داستربوند ليش بتتكون هاي الفوسفو داستربوند حتى تعمل لالاريانت انترا بعد هيك طب أنا بعدني أنا قاعدة بشتغل على الجيهة واحدة فعليا أنا ما اشتغلت على الجيهة الثانية يعني أنا بعدني وين قاعدة بشتغل بعدني اشتغلت على أول أول طب بعد قال لك أيو شو اللي بيصير من الانترون برضو بصير له يعني ايش انت بتيجي وبتكسره اذا ايش برضو بصير له برضو بصير له شو برضو بصير له فبيصير لما انت تيجي هون شايفين هاي اجيت وكسرت هون اجيت وكسرت هاي لثري برايم سبلايس سايت لما كسرت لثري برايم سبلايس سايت قال لك هاذ كأنك انت حررت هذا الشكل وطلعته يعني اللاريانت فورم اتحرر اهم نقطة اهم نقطة اهم نقطة انت لما تيجي عملت كسرت ثري برايم انت صح احنا اتفقنا انه هي على شكل اي جي يعني اللي من جهة ثري برايم انت يعني هناك كانت على شكل يو جي فلما كسرت الرابطة شلت اليو وعملت كونت الرابطة الجديدة بين الجي وبين الادينين قصدي هناك مين عند الفيء طيب هون انا بعرف انه اي جي اذا اللي على جهة الثري برايم هو مين هو الجي يعني الاقرب للثري برايم هو الجي فبحكي لك الجي لما انت تيجي تكسر الرابطة هون الجي بيظل على شكل ايش بيظل على شكل مونوفوسفيت لانه اريدي كان على شكل يعني نوعا ما الى حد ما فبيظل بتترك انت الفيء برايم انت تبعت اه سوري يس بتترك الفيء برايم دقيقة دا انا شو قلت قلت الجي هي لا مش بتترك الجي بتترك الفيء برايم انتر لا لمين لا ما هو شطب اللعبة اه الفيء برايم انت لالاقزن قصدو انا اسفل ما علش شرط اخبز الدنيا او انه مش اخبز الدنيا هون عاجقتكم شوي المهم بيترك الفيء برايم انت لالاقزن على شكل ايش على شكل فايف برايم مونوفوسفيت اذا بيترك الفيء برايم انت لالاقزن على شكل ايش فايف برايم مونوفوسفيت تمام لانه بيكسر الرابطة بين هاي يعني هون بيكسر الرابطة من عند الثري برايم بالضبط بيكسر الرابطة من عند الثري برايم هون بيكسر الرابطة من عند الثري برايم شاء لليورسيل وكمون رابطة بين الجوانين والأدينين تمام طيب شوفي كمان اخر ايشي بحكي لك مجرد احنا ما كسرنا الرابط ايه اللاريانت اللي هو عبارة عن الانترون او اللاريانت انترون او اللاريانت مش اللاريانت هي اللاريات انترون هذا اللاريات انترون بعدين بيطلع وفعليا بصر لديقريديشن برجع بتحول ل بوليبيبتوائز انت بتكسره لبوليبيبتوائز تمام خلينا شوف بالله اذا في اشي غاب عن ذهنة او اشي انه شو اسمه ما حكينا هون هون شو النوتات الدكتور اللي حكيها يس ما فيها مشكلة تمام اوكي اذا بما يخص بحكي لنا هو عبارة عن small nuclear RNA protein complex يعني complex common من small nuclear RNA protein وحكينا انهم جايين من U1 to U6 تمام طيب the five prime supply site حكينا باول اشي منكسره هو the five prime supply site بعدين وبيتكون اللاريانت structure وفعليا بيتكون يعني لف اللاريانت فاهمين وبعدين انكسرت الرابطه تمام اوكي متى بيتكون اللاريانت structure يعني انت اوكي انت صح لفيته على شكل حبل بس still انت ما ثبت اللاريانت structure متى بتثبت اللاريانت structure لما حكينا تربط ال five prime end هياتها لما تربط ال five prime end تبعت من تبعت الانترون على ال two prime end تبعت الادينين اوكي فبتكون five prime to two prime phosphodyne حتى تعمل حتى تعمل حتى تعمل لها ال لاريانت او ال لاريانت فعدين مع ال لاريانت ال لاريانت انترون structure طيب بالمقابل بحكي لك three prime splice site بتمكسره على على ال exon وبصير ال exon حكينا ال five prime هاي five prime end وفي ال exon بتصير على شكل five prime mono phosphodyne ان شاء الله ما اكون عجقتكم هون يعني انا اسفة مش مزحة بس جد جد تمام اوكي هلا بحكي لك هاي الدكتور نبه وركز على نقطة انه هاي العملية ما بتصير الا فقط بال ايو كاريو تكسل لانه زي ما اتفقنا انه يعني لما احكي لك البكتيريا البكتيريا قصلا ما عندها انترونز لانه الانترونز موجودة عند مين عند الايو كاريو تك على عكس مثلا لبكاريو تك زي البكتيريا ما عندها انترونز تمام اتمنى اتمنى انها تكون الصورة واضحة ما في اي مشكلة بس هنا يعني في انا هنا عجقتكم بنقطة حكينا انت اول ما تكسر بتكسر الرابطة بين اليورسيل واليقوانين والمين اللي جاي من جهة ال 3 prime انت اكيد اليورسيل فكسرت الرابطة هيك وشلت اليورسيل طلعت اليورسيل بيظل عندك اللي جوانين اللي جوانين نقولنا بيجي برتبط ب 5 prime ل 2 prime فوسفو داستربوند مع البرانشينج بوينت اللي هي عبارة عن الادينين حتى هيكون الفوسفو داستربوند تستيبلايز اللاريات انترون طيب بعدها حكينا عن جهة 3 prime شو عندك عندك ال A G طيب مين اللي من جهة متقيين انت بتروح بتكسر 3 prime انت بتروح بتكسر ايش انا هاي قلت لا حول ولا قلت هي مش ال 3 prime يا جماعة هي ال 5 prime اوكي مين اللي من جهة 3 prime يعني مين اللي من الجهة الابعد اللي من الجهة الابعد اكيد فانت اكسرت الرابطة منه تمام فبعدين ال 5 prime تبعت ال exel اللي جبها صارت على شكل إيش صارت على شكل مونوفوسفيل بحس أني كل ما أرجع عيتها برجع بعجكم بزيادة إذا حدا العجق من وراي بالله حدا يعني يبحثوا لي ما تتردل لأنه حسوا أنه مش عارفة بس هاي الجزئية مش صعبة هي بس أنا عجقتكم فيها Anyway آخر شي هون الدكتور شو حكي لك هون إنه هون هاي الإكزون 1 وهون عندك هاي الإنترون هاي الإكزون هاي الإنترون وهاي الإكزون 2 حكينا كل المناطق اللي حكينا عنها هي بتكون وين بداخل الإكزون وإنت لما تعمل coding أو لما تعمل ترانزيكريبشن تعمل ترانزيكريبشن للإكزون والإنترون وكل هاي المناطق بس لازم تعمل بست ترانزيكريبشن وموديفكيشن حتى تشيل الإنترون بتعمل لإيجيشن لإكزون فمست بروكاريوتيكي بروتين coding gene are interrupted by sequence that do not code for الأمينوأسد آه صحيح بحنا عارفين إنه الإنترون إنها ما بتعطيك أمينوأسد لأنه ما بتعطيك أحماض أمينية فبالتالي عشان إيك إنت بدك تتخلص منها شو هاي السيكوانس اللي ما بتعطيك أمينوأسد بنسميها إيش بنسميها الإنترونز إيش بنسميها بنسميها الإنترونز أما المناطق اللي بتعطيك أمينوأسد بتعمل لك expression للأمينوأسد إيش بنسميها الإكزونز يعني أنا هذا الإشي ما بتضحته بالبداية لأنه بحس إنه لا غبار عليه و يعني خلاص يعني سمعتوها هاي أصلا جملة كثير اكزون و انترو بتخيل أخدتوها أصلا أيام بأيام أوكي طيب هيك بنكون أو مش خلصنا هننتقل شوي هنحكي أكثر عن السيبليوسوم ايش السيبليوسوم شو بنا نحكي بنا نحكي عن السيبليوسوم طيب حكينا السيبليوسوم هو مكون من جايات من اليو ون اليو سيكس تمام الكمبوزيشن بحكي لك دايناميك بتغير حسب الستبس وشوفنا انه مثلا هو بيكون inactive لما تكون اليو فورمير طبطة بس مجرد ما تعمل السيبليوسوم بيتحول لأكتف سيبليوسوم وبين سوري بين مرحلة للأخرى واحد فيهم بيشتغل تمام طيب اوكي بحكي لك السيبليوسوم اسمه للنوكلير RNA protein بيجي وبيعطيك البرتيكيلر سيبلاوسين وعفكرة الو اسم ثاني ممكن يعني يظهر معكم او يطلع معكم اسمه السيبليوسوم ايك اسم تمام يعني بس الكتاب ذاكره مش عارف انا لازم اعطيكم اياه هو لازم بس دقيقة الاقي ايش اسمه اسمه السيبليوسوم وينو 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 السيبليوسوم ما اعطيه اسم زي هياتو اسمه ايش اسمه لسنار هياتو الو اسم ثاني اسمه لسنار فعلا عشان تكونوا عارفين اوكي طيب انا بحكي لك انو بعملك بارتيكيلر الفونكشن تبعه انا بعمل سيبلاوسينج رياكشن ستبس لجزء معين عن طريق قلنا انو تعرف على الوكيشنز معين اللي هي ايش الكنسان سيكوانس تمام طيب اوكي اوكي هلا حنحكي شوي اكثر عن عملية انك انت كيف تيجو بتشيل الانترونز حكي انا من بشيلها هو سيبليوسون حكي لك عملية انك تعمل ريموفا للانترونز بتكون one by one ولكن مش ضروري على الترتيب يعني فرضا كيف يعني يعني فرضا عندك هاي عندك اكزون 1 عندك اكزون 2 عندك اكزون 2 عندك بغض النظر خلص خليناها مش معناها انو هاي عندك five prime و هاي عندك three prime مش معناها انو والله انا رح اشيل على الترتيب بالاول لازم اشيل intron one بعدين اروح اشيل intron two لأ فرضا انا بدي اشيل اصلا intron two بعدين intron one يعني بمعنى اخر انت بتشيلهم صح واحدة واحدة انت بتشيل intron two بعدين بتشيل intron one بس مش بالضرورة انك تشيل يعني تبلش من intron one تمام فالترتيب مش ضروري ولكن انك بتشيلها ون باي ون يس هاي موجودة تمام طيب اه وهذول عم طريقة طبعا الثالث خطوات اللي حكينا عنهم هسا بدي احكي لك شوي عن جزئية جميلة رائعة طراحة اللي هي بما يخص الارانيب ولي مرستو اوكي بما يخص ايش الارانيب ولي مرستو بحكي لك كل اللي انت شفتهم فورد اللي هما والصماري نيوكلير ارانيو بروتين كل هن بيكون الموجودين على الكاربوكسل تيرمينال دمين تبع من تبع الارانيب ولي مرستو لانو بحكي لك هذا الكاربوكسل تيرمينال ارانيب ولي مرستو بتكون بتشتغل الفنكشن تبعها انها عبارة عن البلاتفورم يعني كيف لما احكي لك شو بلاتفورم لما احكي لك انها هاي البنش أو يعني زي الأرضية تمام؟ أو شو أحكي لك بيئة العمل مكان أنت بتشتغل عليه كيف لما تحط طاولة مثلاً الطاولة اللي أنت بتدرس عليها فعلياً الـ RNA وليما راستو كل عمليات Transcription وPost Transcription Modification بتصير كلها بمجموعة من الإنزيمات بتكون مرتبطة على الـ C Terminal للـ RNA وليما راستو تمام؟ طيب وهيها مسؤولة هي عبارة عن الـ Function أزانا Simply Platform وبيعمل برضو الـ Regulator لعملية الـ Pre-M RNA Processing اللي هي الـ Transcription اللي هي الـ Transcription سوري طيب فبحكي لك مثلاً هذا الـ C بالمحاضر الماضي حكينا أنه بيكون موجود على إيش موجود على الـ Polyadenylation والـ Termination حتى حكينا موجود على الـ RNAs لو بتتذكروا الـ RNAs Tornado أو Torpedo Torpedo يا ربي الـ RNAs Torpedo وكان موجود على الـ C Terminal وبحكي لك مش بس الـ Polyadenylation والـ Termination اللي حكينا عنه بالمحاضر الماضي برضو الإنزيمات اللي بس قولة عن سيبلايسنج هتلاقي على هاي الـ C Terminal بمين طبعت الـ RNA Polymerase هتلاقيها بهاي المنطقة طيب بحكي لك الكابنج هنا بس أم أوكي هنا دكتور بس حكي معلومة هيكا انه الكابنج الـ Polyadenylation مش بس حتى اني أعمل recruitment للأذر أو بعض الـ Protein برضو هي جدا مهي ميلمين لعملية الـ Processing عملية عملية الـ Processing يعني خليني أحكي انه عملية الـ Transcription والـ Transcription يعني هنه عمليتين مرتبطات مع بعضهم البعض تمام طيب رح أقرأ صراحة آخر هاي الجزئية بعدين أروح على رسم عشان أوضح لكم شو الاشي اللي بصر اللي بصر كالتالي بحكي لك انه قلنا الـ RNA بولي مرسته عن طريق بدراسات حديثة أثبتت انه هو عبارة عن ايش يعني بشتغل كايش بشتغل ك Gene Expression Machine كيف يعني Gene Expression Machine هو زي الآل المسؤول عن Gene Expression سواء عملية الـ Transcription أو عملية الـ Post-Transcription أو بنسميها الـ Bre-M-RNA Processing تمام طيب The proteins that carry out لأنه هذا الـ RNA بيكون أو الـ RNA بولي مرسته على الـ C-Terminal دومين تبعته حتلاقي البروتينات التالية البروتينات المسؤولة عن 5-Dream Cabin البروتينات المسؤولة عن Intrinsive Lossing البروتينات المسؤولة عن Polyadenylation وبرضو حتلاقي بعض الـ Transcription Factor أو الـ Specific يعني هنا بدي أحطلكم نقطة رابعة حتلاقي بعض الـ Specific Transcription Factor مش الـ General Specific بحكي لك لأنه على الـ RNA Polymerase 2 حتلاقي كل هاي الـ Enzymas وكل هاي المواد لـ Transcription لأنه هلا أنا لما أحكي لك 5-Pri-Cabling بل هاي Post-Transcriptional Intrins Blossing Post-Transcriptional Polyadenylation Post-Transcription طب الـ RNA Polymerase أصلاً وضيفة الأساس هي أنه يعمل Transcription فبحكي لك نتيجة هذا الإشي أنه كأن اللي بحكي لك مكان لـ Transcription Post-Transcription كل هاي المجموعات ببروتين واحد أو يعني بمكان واحد أو على طال ولا واحدة بحكي لك أنه والـ Transcription والـ Pre-M-RNA Processing أو Post-Transcription الموديفكيشن بصيروا بشكل Simulatinal Slee يعني كأنهم مع بعض بنفس الوقت فعلياً الموضوع بصر أول بأول يعني أنت عملت Transcription لهاي المنطقة مباشرة بتعدل عليها يعني فعلياً كله بصر أول بأول طيب بدي أشرح شوي على رسمة هاي هي ممكن شوي تحسوها معقدة بصراحة هي سهلة فركزوا معي شوي نتوفى هلاً اللي بصير إنه إحنا بس تذكير سريع بالـ General Transcription Factor قلنا General Transcription Factor كانوا روحوا يرتبطوا هذول General Transcription Factor كانوا روحوا يرتبطوا على الـ Consensus Sequence اللي موجود على البروموتر للـ RNA Polymerist ومجرد ما يرتبطوا بيجي هما برتبطوا كلهم بعد أن بيجي الـ RNA Polymerist بيعمل لك الـ Complete Initiation Complex لو تتذكروا ومباشرة بعد ما يبلش شوي الـ RNA Polymerist إنها يتعود ويبلش يعمل الـ Transcription بصر لها إيش بصر لها الـ Association صح؟ صح هاي بس تذكير سريع بأشياء أخذناها علوات أخذناها بمحاضراتها بكم طيب اللي بحكي لك مجرد ما صار عندك الـ Association لهاي General Transcription Factor شو بصر عندك بصير في عندك بصر في عندك إيش بصير أوكي بصر في عندك Phosphorylation للـ C للـ C Terminal Domain لمين بصر في عندك إيش Phosphorylation للـ C Terminal Domain هاي شايفين بصر عندك Phosphorylation للـ C Terminal Domain للـ RNA Polymerist 2 بحكي لك بعد الـ Initiation of Transcription ذكر Box Terminal Domain بصر لها هي بصر لها Phosphorylation وهي بتكون Affiliates أو Affiliates أوكي بتكون بتحتوي على الـ Enzymas التالية أو البروتينات التالية بتحتوي على البروتينات المسؤولة عن الكاب هاي واحدة برضو بتحتوي على إيش بتحتوي على Supplycing Factor بتحتوي زي ما بحكينا Specific Transcription Factor اللي هم هدو TF بتحتوي على Polyadenation بتحتوي على RNAs اللي سمينا RNAs store video لو تذكر بمحاضر الماضي تمام حتى كان شكله زي شكل هيك يعني يصري وأنا شوي سيقبل ما علم تمام طيب بحكي لك مباشرة أنت عمل Dossession هيصير في عندك Phosphorylation لهاي CTD أو C Terminal Domain تبعت RNA Polymerase Z2 لما يصير لها Phosphorylation مباشرة هيصير عندك Dossession Dossession لمين هيصير في عندك Dossession ل الله ستنا محمد هي أنت عمل Dossession لا هصير في عندك الكاب يعني الكاب بروتين هيبلش يشتغل شايفين هيينفك عن هذا LC Terminal Domain وحيروح يشتغل على مين على Brem RNA يعني تخيل هذا RNA يبلي مرس قاعد بيصنع Brem RNA ومن هاي الجهة أنا بلشت أعدل على Brem RNA فهالدليل على أنه عملية التعديل عملية وعملية الترانزيكريبشن بيصيروا 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 يعني واحدة ورث ثانية خلاص أنت عملت نسخ هون يرى تعال عدل علي فمتلوا كيف طيب إجا ال 5 prime وعمل كابينج أو إجا الكاب وعمل 5 prime كابينج بعدين هذا الكاب بيصير له إيش بيصير له دوسيسييشن تمام وأنت برضو قال لك البريم RNA يعني أريد RNA بلي مريست وهي بعد شغال استل شغال بعد ما الكاب بعد ما الكاب يخلص شغله ويحط لك هاي ال 5 prime كابينج هاي خلص صار بعد ما يخلص شغله مين بيجي مين بيجي مين بيجي بداله بعدي بيجي بداله اللي هي ليش حتى تعمل للإنترونس وتعمل للايجيشن للايجيشن أوكي فبرضو إذن هاي إنت عملت هاي إجا طبعا من بره عندك من هذا من هذا من هذا هاي سبلايسنج فاكتور ارتبط سوري السبلايسنج فاكتور هي باللون إنه هاي ارتبط السبلايسنج ويشتغل بيشيل للإنترونس وبعمل للايجيشن للإكزونس والأمور كلها تمام تمام بعد ما تخلص أنت عملية السبلايسنج بدك تعمل آخر عملية اللي هي الполي أدينيليشن فقالك بيجي الPA اللي هي الполي أدينيليشن بروح إيش لو تتذكروا مع تيرمينيشن فأنت هون الله مصدتنا محمد عملت إيش عملت بولي أدينيليشن مجرد ما تعمل بولي أدينيليشن قلنا بصر في عندك أصلا كان نصر عندك كات في منطقة ما وبعد هذا الكات قلنا بظل في جزء من شو اسمه يعني جزء من الاريني أو البري ام اريني بيظله مثبت بالاريني بولي مرسته مين بيجي بوكله مين بيجي بوكله بيجي بوكله هو الاريني ستوربيدو بيروح بوكل هاي القطعة هاي والسطلاش والتورنيدو التوربيدو اريني بعمل دايجست لرزج والأم اريني بعد ما اشتغل مين زي ما حكينا في المحاضر الماضي بعد ما اشتغل بولي أدينيليشن اوكي آخر شي بحكي لك صح احنا قلنا التوربيدو اريني عملية لترانز اكريبشن صار فينك دستياشن الو والأمور بتكون تمام وبطلع هذا المتور خلص صار عبارة عن متور صار على بطلع المتور اريني عن طريق لنيوكليار بول زي ما انتو شايفين للسايتو بلازما حتى يروح وسرله ترانز لبروتين تمام هون الدكتور بس حكي لك التيل انه هو عبارة عن تؤذر بروتين ماسك الكاب بروتين وماسك سي بروتين ماسك كثير وماسك الارين ستوربيد فهو عبارة عن قايد عن زيك انه مرشد لهذول البروتينات التالي اللي هو قزو الدكتور فيها C C T أو C Terminal Domain سوري هي مش C Terminal Domain على فكرة هي الكاربوكسل Terminal Domain لسانه انا متعودة انه C Terminal و Terminal لهاي البروتينات لازم Polyadenylation Termination والسبليوسوم Polyadenylation حكينا PA Termination برضو T PA سيبليوسوم اللي هي السيبليوسوم أو سيبلاسين فاكتور بس وبعدين بتطلع متعود mRNA هذا المتعود mRNA بتطلع نطريب نيوكليار بروح نيوكليار سهدس اللو الترانزليشن طيب هلا بحكي لك خلالة الترانزليشن إنيشيشن قلنا الفوسفوريليشن ل LCTD بعملك Binding أو في 5 دائم كابنغ يعني هاي بس الاشي نفس اللي حكينا تحت برسم صراح ما رح أرجع عيد على اختصار للوقت اوكي هلا احنا حكينا اول اشي عن السيبلاسينج ولو تذكروا هون انا لما قلتلكو عن السيبلاسينج هنحكي عنها بالانترون سيبلاسينج بنسميها ايش بنسميها الالترنتف سيبلاسينج إذن جزئية ثانية شو بنسميها الالترنتف سيبلاسينج وللآن هنحكي عنها طيب اللي بسر كالتالي سبتكو تكون عارفين إنه اوكي رح أقرأ شكل شرح الدكتور وبعدين يجي نحكي عن الالترنتف سيبلاسينج بشكل طيب طلع علي إذا حدا أنا خربطته بالله عليكم تبعثوا لي يعني عشان أكون طالع من خطويتكم المهم هل بنا نحكي عن إشي إيش بنسمي بنا نحكي عن إشي بنسمي الالترنتف سيبلاسينج بس صحيح قبل ما أفوت بالالترنتف سيبلاسينج خليني أقرأ الملاحظة اللي علي من أن دبتور سأصحب عليها بحثي لك بالإيوكاريو تكيم آراني إز الترانزيكريب من الدينا طب ظلت شغلة أخيرة حتى يتحول من بري لماتور اللي هي إيش عملية الانترنتز بحكي لك يعني معظم الحالات أنك تشيل الانترنتز بعدين بعد ما تعمل هاي الأشياء بصلا أنك الماتور ماتور إيش جينيليت باي ريموف الانترنتز إذن أنت أهم إشي أنه غالبا بالإيوكاريو تقولنا عندك إنترنتز بس مثلا بالبكتيريا ما عندك فإنت حتستحول من هذ الريم آراني لماتور إيش جينيليت لازم تعمل إجراء للإنترنتز زي ما قلنا عمصر يقول سيبلايس أوكي وبعدين هذا الماتور إيش جينيليت بصر لترانزبورتين للسايتوبلازم حتى يصر لترانزليش As we will know alternative polyadenylation والالترنتز سيبلايس are important mechanism of gene regulation for producing different mRNA from the same gene وهنا الدكتور بيحكي لك إنه واحدة مثلا هاي يعني النقطة تابعة للأشياء اللي احنا حكيها هسا إنه قصة الالترنتز سيبلايس هسا إحنا مثلا فرضا أنا عندي بلتلكم جين واحد يعني فرضا هذا الجين يفترض أنه يعطني بلوتين واحد ولكن اللي وجدنا إنه والله هذا الجين مثلا نبعطني أربع بلوتين طب أف من هنا يجو هذول الأربع هذول الأربع ممكن يكون إلهم ثلث مصادر يا إما إشي بنسمي alternative splotting يعني مش رح أكتبهم أو الإشي الثاني بنسمي alternative polyadenylation والإشي الثالث إشي بنسمي alternative حتى رح تلاقو promoter يعني هذول الثلاث هن لسبب variations أو تنوع أو إنه مثلا جين واحد يعطني أكثر من بلوتين من خلية لأخر أو من نسيج لأخر وهذا الإشي هنحكي عنه الآن بموضوعنا الالهاب طيب أوكي شو قصة alternative splotting السplotting حكي أنا هي واحدة مثلا من الأشياء اللي بتصري على splotting حكي أنا إشي بنسمي alternative splotting قالك الدكتور مثلا تخيل إنه عندك جين فيه 5x هذا مثلا 1 2 3 4 طبعا انسوا إنه رسميا يعني فرضا 5x رح أحاول أرسلتكم إياها دقيقة هون يعني هاي واحد 1x 1 هاي intron هاي 2 هاي هاي هتكون 3 هاي هتكون 4 وهاي هتكون 5 كم intron بيناتهم 1 2 3 4 انتوا لي هذا النهائي إذن كم intron هما كم اكزون جايين 5 بس كم intron 1 2 3 4 طيب لو إيجينا بدنا إنشيل هذول الانترونز اللي إنتوا شايفين هم يعني بدي أشيل هاد ودي أشيل هاد ودي أشيل هاد ودي أشيل هاد وأربطهم يعني حيصير الexon كالتالي يعني لو أنا بعد ما شلتهم حيصير الexon أوكي كالتالي عندك 1 2 3 4 5 انتوا لي برضو هاي اللي هون 1 2 3 4 5 تمام طيب فرطا أنا هيك بدي أحطهم فرطا بدي أحطهم 1 2 3 4 5 بدي أحطهم 1 2 4 5 يعني بديهم يكونوا هيك 1 1 2 4 5 يعني انت شلت السلاس انتوا لي إنه هاللي بالنهاية بنا طيب بحكي لك هل معقول الأول إشي 1 2 3 4 5 نفس 1 2 4 5 يقول لك لا هذول الاختلاف بالإكزونس هيعطيك بروتين مختلف فهون وهل هذا الإشي طبيعي يس طبيعي بقول لك إنه هون حكينا بيعطيك بروتين مختلف يس ويحكي لك هذا الحكي موجود عنا بالجينة طبعا الأرقام هون مش دقيقة لأنه هون حكي لك إنه مثلا إحنا بالهيومنز إنه كم جين عنا 22 ألف جين ولكن فعليا لو حكيت لك مثلا على فرض إنه الجين بيصنع بروتين واحد المفروض يطلع عندك فقط 22 ألف بروتين لكن قالوا لك اللي وجدوا العلماء إنه هذول 22 ألف جين بيصنعوا لك 100 ألف بروتين و100 ألف بروتين اللي صنعوا لك أكثر من بروتين أو أكثر من بروتين أو أكثر من بروتين إلو أسباب ثلاث أسباب واحدة من ضمنها هي الألترناتب سبلاوسينج أوكي طيب أوكي وهذا الإشي مهم جدا بالإميونيتي بالمناعة اللي إن شاء الله رح توقتوها على الصيف في سنة ثانية اللي بيحكي لك مثلا مثلا بالإميونيتي اللي هاي النقطة اللي حكيها الدكتور أحكي لكم كيف وين رح ألاقيها المفروض إنها هون يس هون هاذ هاذ اللي أنا قاعدة بفرجكم إياه هاذ عبارة عن إيش هاذ عبارة عن شو هاذ عبارة الأنتيبادي تمام هاذ بإشي بنسمي الأنتيبادي ما رح أفوت صراح بتفاصيله لأنكم أورادي حتأخذوه إن شاء الله إذا لابنكتب حتأخذوه بالمناعة على الصيفي بس بدي تعرفوا إنه هذا إيش هذا الأنتيبادي تمام صحيح نحن بنعرف إذا فات أنتيبادي لجسمك حيتكون أنتيبادي حتى يقدر يحاربه ويقتله ويقضى عليه والسوالف هيكلها طيب هذا الأنتيبادي قل لك ليش مثلا إنه ممكن حتلاقي إنه بعض الأنتيبادي ترتبط بأكثر من نوع من أنواع الأنتيبادي تمام يعني ممكن ترتبط بنوعين ممكن ترتبط بثلاث أو مثلا بنفس نوع الأنتيبادي أو يعني بنفس الأنتيبادي ولكن نستطيع أن يتعرف كل مرة على هذا الفيرجن لأنه في عندك هون اللي أنتوا شايفين وهذول الفاريبل يعني سيجمت اللي موجودين على هذا الأنتيبادي بتغيروا كل فترة بيتجددوا تبعاً لهذا الأنتيجن اللي جاي فوحدة من الأشياء اللي بتصرع هذول الفاريبل اللي هي هذول الفاريبل هم عبارة عن بروتينات وحدة من الأشياء اللي بتصرع عليهم هم الألترنتيبسي بروتينات كيفها بس يعني عشان توضيح للإشي اللي حكا الدكتور أوكي نرجع مكان ما كنا نرجع لهون يس إذن مين اللي بيختلف حكينا هم الـ بيكون هم اللي بيمسكوا أصلا يعني الأنتيجن بيأتي وارتبط هون يعني هاي قالك الأنتيجن بايندين سايت وين بيكون بيكون على هاي الـ هون شايفينها بيكون على هاي الـ فبتتغير هي تبعاً لهذا الأنتيجن طيب هل هذا الـ هل ممكن يعني أنا لحد الآن كل هذا انتردكشن لكم أن تتخيلوا طيب هل هذا الـ ممكن يكون بالـ بروكاريوتك بنا لا خاصة بالبكتيريا ليش لأنه أصلا ما بيكون عندهم نوعاً ما لأنه ما عندهم إنترنت قالك بالـ بيكون أكثر إشي بالـ جينوم ليش لأنه مثلاً احنا بنعرف أنه فقط 55% من الجينوم طبعاً عبارة عن جين يعني 22000 جين قلنا بيعطيك 100000 بروتين طيب كيف عن طريق هذا الـ و أوك 3 ترانزكريبشن أسوسيات ميكانيزم كان إكسبلين ذس إنه أنت عندك 22000 جين بس يعطيك عدد البريبطاج أكثر اللي نهذول حكينا يعني يا أما يعني هو ترتيب شوي شو اسمه عندك أكثر من بروموتر لهذا الجين يعني أكثر من بروموتر قادر إنه يعمل من طبعاً هذا الحكي يعني ممكن ألاقي الجين مثلاً زي ما حكي أنا ممكن ألاقي الجين بخلية نيوران هس هنحكي عن مثال قدام ممكن ألاقي هذا الجين نفسه بخلية سايرو 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 يعني قد جديد أنا اخترتها فقال لك إنه البروموتر مثلاً الجين اللي موجود بالنيوران بختلف على البروموتر تبع الجين اللي موجود أو فيه عنده بروموتر مختلف جين اللي موجود بالسايرو هو فعلياً نفس البروموتر بس البروموتر اللي بيشتغل بختلف يعني عندك هنا مثلاً البروموتر وبروموتر بحالة الجين الأول بيشتغل بروموتر بحالة الجين الثاني بشتغل بروموتر 2 ولكن السنتين موجودين على الجين يعني سنتين بتلاقي واحد واثنين صافات جنب بعض فاهمين شو قصدي طيب اوكي اوكي تمام قبل ما ادخل بتفاصيل واخر نقطة حكينا انه يصرفي عندك alternative polyadenylation يعني polyadenylation اللي هو خلينا تبره termination يكون له اكثر من مكان تمام هذول كلهم الثلاث اسباب مجتمعة بيعطوك ما يسمى بالalternative pre-mRNA processing يعني في عندك اكثر من طريقة تعمل processing للpre-mRNA هنطع الطريق هنا نرجع نشوف الدكتور شو حكا قالك مش ضرور للاميون سيستم بس هو طرح مثال اللي هم الانتيبوديز الالترنتف سيبلاسين قالك بيحتمد على التيشو سبيسيفيك او السلي سبيسيفيك زي ما حكيت لكم يعني انت نفس الجين ولا بخليتين ولكن الجين مثلا بالخليه الأولى بيعطوك بروتين غير عن الجين من الخليه الثاني يعني بيعطوك بروتين مختلف تمام فبيعتمد على نوع التيشو او نوع الجين يعني يقولك مين اللي بيحدد انه والله هذ الالترنتف سيبلاسين يعني لازم يكون هون هو انهانسر بس قصة الانهانسر يعني خليها لهون بحالة نهاية الكلمة خليها ببالكم لحد ما نوصل عند طيب هنا الدكتور بس طرح لكم مثال انه مش احنا قلنا عملية السيبلاسينج هي عملية very accurate عملية جدا دقيقة ولازم تكون عملية منظمة طيب فرضا صار في عندك مشكلة لو صار في عندك مشكلة حيصر عندك مثال ódجيكل ديزيز مثال على هاي الديزيزز اشي بنسميه الدي ام دي الدوتشن مستيل ديستروفي او الدوتشن الدوتشن مستيل ديستروفي الي بصير انه بهذا المرض ايام اوكي بهذا المرض سيصر في عندك ايش المسلز وانت قاعد يعني الطفل مش صح احنا مفرور كلما كبرنا نبني كتلة عضلية بيقولك لا هاذ الطفل او هذول الاشخاص المصابين بهذا المرض كل ما كبروا البروتين رح يصير له البروتين تبع المسلز تبعهم حيصر له ايش حيصر له تآكل فبالتالي الكتلة العضلية عندهم قاعدة بتقل عضلاتهم تتآكل فبالمحاصلة يعني لحد فترة زمنية معينة او لعمر معين ما حيصر عنده عضلات وحيصر عنده فقط عبارة عن كتلة عظمية يعني تقل بني آدم بدون عضلات بس عبارة عن عظم هذا الاشي اللي بصر عند هدول المرضى اللي تبعين طيب شو سبب هذا المرض الخطير اللي سبب تآكل بالعضلات سببه انه انت عملت سبلايسنج لليكزون تخيلو يعني احنا المفروض سبلايسنج سبلايسنج للإنترون صح قالك لا انت هانو بتجيب تعمل سبلايسنج لليكزون معنى انك خربت هذ البروتين مفروض يعتيد بروتين معين انت لما عملت سبلايسنج لليكزون خربت الترانزليشن بتالي أعطاك بروتين ثاني فبالتالي بصرفي عندك هذا تآكل العضلات همتوا كيف؟ طيب الآن هندخل in details بهذول 3 alternative pre-mRNA processing وأول واحدة اللي هي alternative iron alternative intern supplicing هنحكي فعليا عن alternative intern supplicing بعدين هنحكي عن alternative promoter والalternative polyadenylation يعني بشكل briefly ما هندخل فيهم in details طيب يلا أول إش بما يخص alternative intern supplicing بحكي لك alternative intern supplicing قل لك إنك إنك تعمل تعالج identical trans script يعني نفس الجين فعليا ولكن وين بdifferential أو different issue وهي جدا مهمة يعني مستحيل مستحيل خليه الوحدة يصير فيها alternative supplicing كيف بدي تنتبهولها alternative supplicing فقط بيصير وين بالdifferential يعني خليه نورا مثلا وخليه براثا يلود فرضاني طيب هذا الالternative supplicing بيعطيك mature mRNA with different combination of exons يعني ممكن مثلا بأول خليه يعطيك exon 1 و 2 و 3 خليه يعني exon 3 و 2 و 1 حتى ترتيب exons بعطيك نوع مختلف من أنواع البروتينات فبالتالي أنت لما زي ما حكينا اختلف ترتيب الإكزون حيختلف polypeptoid الناتج وهي النسبة مهمة ودكتور ركز عليها قالك حوالي 70% من human genes بصير لهم alternative supplicing وبالله ديروا بالكم على المسبة يعني ركزوا عليها شوي قداش نسبة 70% ولكن هذا alternative supplicing بالother animals والplants بيكون أقل بكثير وهو أكثر إشوان لأنه حكينا منطقيا أنه بس 5% على شكل vital genes طب هذول vital genes بدهم نصنعوا لي كم ألف وألف polypeptoid حكينا حوالي مئة ألف لكم أن تتخيلوا فأكيد لازم يكون عندك alternative supplicing يعني هذا الإشي أصلا يعني منطقي مش إشي صعب معطيك مثال هون على alternative supplicing اللي بصير بجسمك أنت كhuman اللي هي calcitonine calcitonine gene related peptide أنا أفكر هذول عبارة عن هيرمونين مختلفين يعني ولكن واحد بتم تصنيعه مثلا الكالcitonine وين بتم تصنيعه الكالcitonine بتم تصنيعه بالثايرود أو بالثايرود أو بالثايرود بالمقابل الكالcitonine gene related peptide وين بتم تصنيعه بتم تصنيعه اللهم صلى الله عليه وسلم محمد بالنيورالسل بالخلايا العصبية طيب بحكي لك هذول الهيرمونين هم مسؤول عنهم جين واحد تخيلوا يعني جين واحد مسؤول عن تصنيع هذول الهيرمونين ولكن إذا هذا الجين كان موجود بالثايرويد حيصير على alternative splicing معين بحيث يعطيك الكالcitonine هنحكي عنه إذا سوريو إذا كان موجود بالنيورالسل حيصير على alternative splicing معين حتى يعطيك الكالcitonine gene related peptide تمام طيب هذا الجين بشكل بسيط هو مكون من كم اقزون هيا خلينا نيجي على دسم عشان نشتع هذا الجين هو بتلاحظه كم اقزون عندك عندك اقزون خلينا نختار لون ثاني عندك اقزون وان وثو وثري وفور وفايف سكس عندك سكس اقزون وكم انترون عندك واحد اثنين ثلاثة اربعة وخمسة منطقيين خمسة وكم برضو عنده تخيل مش بس انه الانترون والانترون عنده عذاب حتى يعني هنا برضو ممكن يعطيك مثال على alternative polyadenylation لانه عنده two poly poly واحدة على الfour على الانترون رقم اربعة وواحدة بعد الانترون رقم ستة تمام طيب اما بحالة البروموتر لا هي نفس يعني اول الانترون جاي نفسها المهم ما علينا هلا بحكي لك بحالة الثايرويد سل اللي بصيرك التالي انت شو بتعمل بتيجي بتأخذ الانترون رقم واحد واثنين وثلاث واربعة سوري الاكزون وليس ما حكيت انترون انا واحد واثنين وثلاث واربعة وخمسة وستة هذول عبارة عن اكزون اللي بيناتهم الانترون يعني هنا ستة اكزون وخمسة انترون ما علينا بيجي بحالة السايرويدس اللي بتجمع واحد واثنين وثلاث واربعة اكزون طبعا اكيد مع والبولي ايتل اي بولي ايتل بولي ايتل اللي كأنها جاي من جهة اذا ما خابضني البولي ايتل اللي جاي من جهة الفايف برايم يس البولي ايتل اللي جاي من جهة الفايف برايم قال لك اذا صارت هاي العملية بالسايرويدس بتعطيك الكالسوتونين هورمون يعني انت شو شلت فعليا من الجين الاصل جلت شلت خمسة وستة والبولي ايتل الثانية اما بحكي لك اذا كنت بحكي عن خلايا عصبية وانا بدي اصنى الكالسوتونين جين ريليتت اربعة يعني بتطلعوا اوت وبتخلي خمسة وستة وبتاخذ البولي ايتل الثانية فهذا الاشي تخيلوا ترتيب الاكزونز اذا لما شلت اربعة واخذت البولي ايتل الثانية بدل ما يعطيك كالسوتونين اعطاك كالسوتونين جين ريليتت بطايد هورمون واهم نقطة هذا الاشي صار لانه عندك خلايا مختلفة هاي نيورالسل وهاي بس جوه كل خلايا ثايرويتر هيصار عليها نفس الالترنتيب سيبلايسنج اوكي ما نخربط تمام هذا الاشي اللي حكا الدكتور مش يعني مش اشي صعب يعني حكينا واهم اشي اللي بنظم عملية وقلنا الالترنتيب سيبلايسنج هنحكي عن الالترنتيب سيبلايسنج او الكنترول تمام اوكي طيب طيب الان نحكي عن اشي بيخص الدور الدروسوفيليا ديس اللي هي دبابة الفاكهة سيجيلك دبابة الفاكهة او ما زلها برامز الدسكان هاي دبابة الفاكهة بحكيلك الالترنتيب سيبلايسنج عندها هو المست كومفليكس تخيلوا يعني اعقد اشي بالالترنتيب سيبلايسنج بيكون عند هاي دبابة الفاكهة الصغيرة لكت تكون يعني يدوب ترى بالعين المجردة بحكيلك هاي الذبابة مكونة من 24 اكزون تطلعوا تخيلوا 24 اكزون رقم 4 و 6 و 9 و 17 عندهم alternative sequence كيف يعني alternative sequence يعني منها اكثر من يعني كأني بحكي لك 4 1 4 2 4 3 يعني اكثر من هيك يعني كأني نقول لك 4.1 يعني كأنه اكثر من شكل اصلا اكثر من sequence فيها تمام وحتى لو بتلاحظوا طولهم مثلا مختلف عن باقي الاطوال الاكزونس لانه في منهم اكثر من sequence في منهم هاي مثلا 17 عنده كم sequence عنده 2 alternative sequence 4 عنده 12 alternative sequence 6 عنده 48 alternative sequence 9 عنده 43 alternative sequence alternative معناها بديل يعني منه ضروري يكون تمام طيب قل لك من نتيجة alternative splicing بذبابة الفاكهة تنتج حوالي اكثر من 38000 polypeptides تخيلوا هذا فقط نوعين من alternative splicing تمام وبس يعني هاي بس على الدكتورة عشان يعطيكو مثال على قداش انه ممكن هذا alternative splicing يعني يعطيك variation بالpolypeptides لنفس الجين لنفس ايش لنفس الجين نطلعوا هنا الري mRNA مش مكون المتحور mRNA انت بس مثلا اخذت يعني اخذت variant معينة منهم تمام اوكي تمام اخر اشي حكينا مش احنا مش قلنا او مش اخر اشي حكينا يعني اسباب الاخريني احكي alternative processing او هي شغلتين او ثلاث شغلات alternative splicing alternative promoter هاي الشغلة الثانية وشغلة الثالث alternative polyadenation طب شو قصة alternative promoter بحكي لك لما يكون عندك اكثر من sequence جاي upstream لل initiation يعني عندك هاي نقطة موجب واحد تمام هاي نقطة موجب واحد لما تطلع upstream الليها مثلا هتلاقي promoter رقم واحد وحتلاقي برضو بعدي promoter رقم اثنين تلاقي اكثر من promoter على نفس الجين فهذا بنسميه alternative promoter يعني ممكن انا مثلا بجين ما اخذ البروموتر رقم اثنين ممكن ببروتين ما اخذ البروموتر رقم اثنين ونفس الجين ولكن حتى اصنع بروتين اخر بخلية اخرى اخذ البروموتر رقم واحد يعني انا حرة مش حرة حسب المعلومات او الالترنتب polyadenylation شو قصة الالترنتب polyadenylation انه نفس الفكرة يكون عندك مور ذان وان polyadenylation سيجنل او في عندك alternative اكثر من polyadenylation سيجنل على هذا على لهذا اللي هو الجين تمام طيب بحكي لك هاي الالترنتب بروتر والالترنتب polyadenylation مسؤولة بتتحكم بالفارية بالأكسبريشن لل ريجولاتي ريجولاتي بروتين ان سبيسيفيك سلطاب يعني تعطيك اكثر من مسؤول بسبيسيك سلطاب مثلا معطيك هون الالفا تايروسين جين هذا الاشي محدود بالكتاب بس العضلية من اسمه تايروسين لو تتذكروا او تأسري اي تايروسين الفا تروبو مايوسين جين اوكي الالفا تروبو مايوسين جين هو ضروري عشان ايش عشان العضلات اذا هذا الالفا تروبو مايوسين جين ضروري عشان العضلات يالك حتلاقي انه مثلا بالسترياتد مسل حيستخدم اه يعني alternative splicing من مكان لاخر يعني عندك حتى السترياتد smooth البرين الفايبرو بلاست كل مرة حيستخدم alternative splicing مختلفة تمام اوكي اخر شي حكينا صح احنا عملية alternative splicing هي عملية ضفيقة وقلنا انت في اشي بتحكم فيها سمينا الانهانسر الان حنعرف في الاشياء اللي بتعمل controlling alternative splicing هو الانهانسر واحد منها بس في اشي ثاني يعني غير الانهانسر فهسا انا لو بدي اجي اتحكم بهاي عملية alternative splicing اللي جدا مهمة خاصة عنا بالهيومانز قلك بتتحكم فيها بداخل الخلايا عم طريق شغلتين الاكزونيك او الانترونيك من اسمها اكزونيك يعني يعني جوه الاكزون وانترونيك جوه الانترون تمام اكزونيك او الانترونيك splicing انهانسر يعني في عندك انهانسر اشياء بتحفز بتزيد الاكتيبيتي للسبليوسوم تمام بتزيد الاكتيبيتي لمين بتزيد الاكتيبيتي للسبليوسوم ممكن تكون بداخل الاكزونيك او بداخل الانترونيك بنسميها الاكزونيك او الانترونيك splicing انهانسر بتعمل enhancement للسبليوسوم لكن بالمقابل غير برضو وفي عندك مش بس انهانسر عندك برضو انديوسر فقال لك في عندك اكزونيك او انترونيك سيبلايسنج سايلنسر سرين انا حكيت انديوسر اوكي سايلنسر بتعمل بلوكينج لمن للسبليوسوم اكتبيتي اذا ايش بتعمل بتعمل بلوكينج لهذا السيبليوسوم اكتبيتي فانت ممكن تزيد هذا الالترنتب سيبلايسنج ممكن تقلله او تعمله عن طريق هاي فمثلا هون معطيك البري ام اراني معطيك الابديق مقرنه هذا هاي مبينة انها اكزونيك لاش انها جاي جوا الانترون وكونها اكزونيك قللك الاس اار اس اار ايش يعني هي اكزونيك الاس اار اللي هي اختصار لا شо اسمه اوه ماشرط ماما ننسيت اختصار لا شو لا هي مش نسيت بس انه راح مبالي اختصار لا شو اللي هي سبليوسوم اوكي سبليوسوم اذا ايش او مش تسبلي يصام هي الاسر بروتين اختصار للسيرين وانه هاي البروتينات اللي هي الاكسونيك او الانترونيك مكونة ريتش سوري هاي الملحظة انت تقرأها بتكون غنية بالسيرين والارجينين فعشان اكسمناها الاسر تمام اوكي تمام فقال لك هنا الاكسونيك اسر او الاسر الاسر يعني انت هنا كأنك حفزت زي ما قلنا ايش حفزت الاو الاسر للسيبلايسين الانترون سيبلايسين عم طريق هذا السيبلايسون اوكي طيب اوكي we have alternative form of transcription because we have different of option يس احنا في عنا اشكال مختلفة من transcription او لانه عنا اشكال مختلفة من السيبلايسين تمام الاراني could have another signal at another site فممكن polyadenylation ينصر بهذه المنطقة اوكي هذا الاشي حكينا عنه فوق انه ممكن مش ضروري يكون عندك اللي هي alternative alternative سيبلايسين ممكن يكون عندك alternative polyadenylation ممكن يكون عندك alternative ايش حتى بروموتر او alternative او alternative ايش من اسمها self اذا بداخل الانترون كيف لان حنشوف الانترون سيبلايسين او السيبلايسين انترون بحكيلك ليش بعض يعني الكائنات ممكن ترجع لهذا النوع او بعض pyлушай صح تمام فبالتالي بالتالي هما بعملوا سيبلايسين عن طريق نفسهم يعني لحالها هي بتعمل ايش بتعمل سيبلايسين طيب وهون بحكيلك بحالة الانترون سيبلايسين الار انا الار انا يعني بعض انواع الار انا ممكن انها تحتوي على انترون يعني الحال انترون لحاله يكون برمج حاله اني انا بعد ما يخلص لازم اني اشيل حالي لازم يعني اسحب حالي واطلع من هذا المكان اوكي في عندك انواع ذول الـ جايع 3 categories جروب 1 و جروب 2 و جروب 3 تم اكتشافهم جروب 1 هنحكي عنهم طبعا سنبدأ بجروب 1 تم اكتشافه بالـ 81 من قبل العالم ثومس و كت يعني هم عالمين او يعني مش مهم عالمين ولا اربعة المهم انه تم اكتشافه بالـ 1981 هاذ الـ جروب 1 من الـ بحكي لك الـ ولكي 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 3-dimensional structure هلأ كيف بصد هذا الـ بيقول لك الـ لحاله بيجي بعمل يعني بعطيك structure على شكل بنسميه الريبوزام الريبوزام يعني زي هيك شايفين احكي زي بلف حوالين حاله بطريقة ما حتى يعطيك الثري طبعا هاي مش ثري دايمنشينل بس انه بلف حوالين حاله على ثري دايمنشينل structure بصرها على شكل ريبوزام ريبوزام شي يعني ريبوزام يعني هو عبارة عن RNA مع الكتاليكيك اكتبيتي بقدر يعمل كتابوليزم كتابوليزم يعني بقدر يكسر فبالتالي يعني كأنه بحكي لك بقدر يعمل removal of entrance تمام هلا والدكتور هون انبه على انه حسا احنا بنعرف انه معظم الانزيمات اصلها بروتينات بس في انزيمات لا اصلها مش بروتينات بيكون اصلها ريبوزام يعني اصلها اشي عنده كتاليك اكتبيتي طيب ريبوزام هو عبارة عن عن this region حسا صراحة هاي ال intomec يعني انا مش عارفة شو هي اصلا intomec region اندورت عليها بس انه قل لك عنده منطقة معين بغض النظر شو هي هاي المنطقة بتعملك certain age بتعملك certain folding بتعملك التفاف بطريقة معينة حتى تقدر بتعملك cleavage لل intron من الجهتين هسا قبل ما اجي ادخل خلينا نحكي اصلا كبصر self-splousing عشان انا حاسة انه قاعد بقرألكو عالفاظه خلينا نشوف اللي بصر كالتالي اللي بصر انه هذا عندك عندك هون بدو حكي لك بصر splousing بحالة exon او ال intron قالك هون عندك exon a وعندك exon b وعندك هذا ال intron اللي لونه جاي باللون الاصفر في عندك بهذول اللي قلنا بيلف حاله بشكل معين بطريقة معينة بحيث انه الجي بايندينج سا 있ين نيوكليوتيد هاذا شايفينه الجي بايندينج سا 있ين نيوكليوتيد يروح وهيهاجم ال ال UPA البوند ال UPA البوند يعني هاي ها شايفين هاي وهاي صحنا بلايعت بقير انه بين مثلا اللي بيكونه مش متقابلات يعني اللي بيكونه هيك يعني كيف احكي لك يعني مثلا هون ادينين وتحتها غوانين مش قدامها هي بيكون ايش بكون في عندك رابطة فوسفو دايستر بوند غض النظر بيروح بيهاجم لك بيحكي لك اليو بي اي بوند هاي الرابطة اللي موجودة هون بيروح بيهاجمها وبرتبط مع مين برتبط مع الادينين يعني بيجي هذا القوانين بيروح بيهاجم هاي الرابطة اللي هون بكسرها وبيجي برتبط مع الادينين فبعطيك الشكل التالي هاي شايفه كسر الرابطة ويجي القوانين ارتبط مع مين مع الادينين هاي واحدة تمام بعدًا بيقول لك هاي أول نقطة فعمل كلفة جولة مين للإجسون 1 شايفين هاي l-إجسون 1 طلعت وحتى ثبت الهايدروكس لقروب هون حتى إنه يعني يقدر يثبت هاي l-إجسون 1 بعدًا بيقول لك هاذا أنت هنا طلعت مين طلعت للمين للإنترون ضل عندك مين للإنترون اللي متصلة مع l-إجسون B قلتك ال-3'-end of exon اه اتاكس اه اوكي ال-3'-end هايها تبعات ال-exon طبعا اي exon exon A برضو إحنا رجعنا لexon A هياتها هون شايفينها هاي ال-3'-end انا قاعدة بشرح على مكان ثاني بس برضو هاي هاي مش غلط هاي ال-3'-end لانهو اصلا بروح بيعمل يعني بيعمل التاك لهاي الرابط هاي شايفين هاي انت عندك ال-5' هاي ال-3'-end سري برايم تبعت الإكزون إن بتروح بتهاجم الجي بي يو الجي بي يو بتروح بتهاجم هاي الرابطة على الانترون إكزون جنكشن لما بتهاجمها بتكسرها شايفين؟ شو بتعمل؟ بتجو بتكسرها فبصر عندك الجي إي من هاي الجهة اللي نتجت نتيجة الجي بايندين ساعة النو لما ايجا وهاجم مين لما ايجا هاجم الأدينين والرابطة الثانية اللي جاي هنا على النهاية لما ايجا ال-end نهاية 3 prime end لل-exon A اللي بيحتوي على ال-hydroxyl وهاجم هاي المنطقة وكسرها فبطلع عندك ال-entron صار له releasing وال-exon باقي ما تبقى A و B بترجع بتعملهم ligation مع بعض بتلزيقهم مع بعض يعني هاد وهاد بتيجي بتلزيقهم مع بعض والامور بتصير كلها تمام هاي شايفين هاي exon A و exon B انت عملت لها ligation طلعوا C U C U C U هاي C U C U C U هاي exon A و exon B عبارة عن U تمام اللي طلعتها بس من هون ال-G A وال-G ال-U G يا ربي تمام طيب بس هاي مع ال-hydroxyl اللي هي مرتبطة معها يقال لك مجرد ما بطلع ال-entron بطلع على شكل linier-entron وبعدها انت حتعمله degradation وبتحولها فكرة هو أصلا بتكسره بطريقة ما وخلص هيك بتكون خلص هون نحكي انه عن أنواع يعني هون عرفنا كيف ممكن يصير اللي هي ال-entron self-splashing هسا مش قلنا هنه جايات على ثلاث أنواع group A و group group 1 و group 2 و group 3 ربي قل لك حنبلش بgroup 1 group 1 ك-entron بتكون عبارة عن large self-splashing يعني بتقدر تعمل حالها ribosimes that catalyze their own oxygen هاي يعني هوا أول خاصيتين خاصية أو الإشي الثالثة اللي لازم تكون عارفوا عنها أنك وين بتلاقيها؟ بتلاقيها ببعض أنواع ال-mRNA وبرضو بعض أنواع t-RNA وال-r-RNA وين بالبكتيريا والسم بالأيوكاريوتك والبلانت هسا هون ممكن يخطر عبارك سؤال احنا اتفقنا إنه إيش؟ إنه البكتيريا طب هي ما عندها انترون أصلا طب على أي أساس أنت تيجي تعملها splashing يالك الدكتور البكتيريا تذكروا إنها هي أصلا بالوضع الطبيعي ما عندها انترون ولكن ممكن إنها تكون حصلت على هذا الانترون في حال أصابها فيروس سمينا وحكينا عنه كثير زمان اسمه البكتيريو فيج فيروس يعني فات ودخل فيها فصار في عندك تكون للانترون تمام؟ نتيجة يعني ما هو إحنا بنعرف إنه ال-DNA للفيروس بروح بندمج مع ال-DNA تبع البكتيريا فقال لك هنا وقتها بصار في عندك الانترون فبتلجأ وقتها البكتيريا يعني نتيجة التعديل اللي صار عليها الانترون self-sip-dowsing أوكي؟ طيب تمام؟ تمام أوكي هيا أحب أحكي لك إنه مصر عندك عن طريق ال-2-trans-strification reaction هي اللي واحد هون قلنا بهاي الجهة واحد بهاي الجهة مجرد أنت ما قطعت ال-linear-intron تعمل-ligation سريلاء ال-exomes مع بعضهم البعض أوكي؟ شو اسم التفاعل؟ trans-ification طيب نيجي نحكي عن ال-group-2 وال-group-3-introns بحكي لك ال-group-2 برضو هي عبارة عن self-splashing ribosomes وين بتلاقيها؟ هاي واحدة بتلاقيها بال-mRNA بال-tRNA وال-rRNA لل-r-RNA للفنغاي البلانت البروتست والبكتيريا يعني هون شوية معلومات تحفظ فالله بعينكم أوكي بحكي لك ال-group-2 بيعطيك حسناً وية very complex بيعطيك secondary structure كثير معقد بحيث Pegel انه يقدر هذا hal secondary structure انه يجي يعملك self-splashing تمام؟ وأهم نقطة إنه هذا السيكندر ستركتور اللي ما يصرفي عندك سفل سيبلاسينج بصرفي على شكل لاريت لايك مانر لاريت لايك مانر اللي حكينا عنه هون زي شكل الحبل اللي أصلا السيبلاسينج العادي اللي بصير عن طريق السيبليوسونج هذا شايفينه؟ هذا هو اللاريت يعني اللاريت يا ربي هذا بمين؟ بهذا جروب 2 وبرضه على فكرة جروب 3 يعني هسا لما نيجي نحكي عنه قال لك برضه عنده سيكندر ستركتور وبرضه الميكانزم تبعته بتكون على شكل لاريت ولكن سيكندر ستركتور بختلف من حيث هذا جروب 3 بختلف من جروب 2 فقط من ناحية الـ size تمام؟ بس وبحالة برضه جروب 3 بتكون الـ entrance عنده أقصر من جروب 2 يعني الموضوع بالـ size بنتبعهم مش بي ولا السنتين بتتبعوا نفس الطريقة طيب حلا هيك بس عشان بتهيك تصلسوا للأفكار بنكون خلصنا آخر جزئية برضه قصة طب نعاله وخلصنا الـ entrance و الآن حنحكي ظل عن ثلاث مواضيع اللي هنا الـ RNA processing الـ RNA processing والـ RNA editing تمام؟ إن شاء الله ما يأخذن معي كثير يعني لأنهم إلى حد ما سهلات نهانة أنا آسة إن شاء الله ما يطلع المحاضرة ساعتين بس لأنه الوضع شو اسمه المهم هلا بننيجي نحكي عن الـ RNA processing هسا شو قصة تجارب بسومة الـ RNA؟ قلت بحالة البكتيريا والـ Archea والـ Eucaritech الـ RNA يعني بتم تصنيعه فعليا على شكل large precursor يعني مركب واحد كبير وهذا الـ precursor بعدين أنت بزي بتعمله degradation أو بتعمله cleavage لقطع صغيرة smaller molecules عن طريق أنك تشيل يعني هياته نحكي لكم نشأني قاعدوها طلعوا هذا هو هذا مثلا بحكي لك الـ RNA بالإشارشية كولاي قال لك هو جاي تطلعوا كداش هو كبير ولكن في بيناته إيش في بيناته إيش بنتسميه spacer sequence يعني هاي المنطقة الزرقة هاي المنطقة الزرقة هاي المنطقة الزرقة هاي المنطقة الزرقة هو عبارة عن large precursor مجرد ما أنت شلت هذول spacer sequence بيجي بيعطيك smaller molecules يعني مثلا هون برضو هنا بعدك بريء RNA قال لك يس شلت شلت spacer sequence اللي هي بالنول إنها هدي فبعد ما شلت طبعا أول ما شلت يعني spacer sequence هون قال لك تحولت من 3S bry RNA لل 3S bry RNA transcript يعني أنت عملت transcription بعد bry RNA transcription قلنا شو بتجو بتعمل بتجو بتعمل cleavage وبتطلع يعني بتشيل هذول يعني شوفي بتشيل هذول مين بتشيل هذول spacer sequence اللي هي باللون الأزرق أو هون صار اللون الأخضر يعني أنت هون عملت من الDNA عملت transcription حتى تعمل تعطي تعطي 3S bry RNA بعدها 3S bry RNA يجي تشيلت منه هذول اللي باللون الأخضر اللي قلنا هي عبارة عن sequence سمناها spacer sequence لما شلت spacer sequence أعطاك تعلي أعطاك ثلاث أنواع فعليا من أنواع الRNA اللي هي 16S RNA 23S و 5S RNA بالإضافة إلى بعض several TR RNA موليكول تمام هون بحكي لك أنه أنت بالبداية بتنسخه مع مين بتنسخه مع بعدين عن طريق حتى تحوله من RNA خلينا نحكي لماتور بتعمل بتشيل هذول حتى يعطيك الماتور منه تمام أوكي 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 بعد بحكي لك RNA RNA بعد ما انتهي وبعمل جوين لرايبوسومة لبروتين يعني قل لك هسه مش هو أعطيك هون على شكل RNA هذ الر RNA بتكون فعليا بصير هيك شكل زي شكل يعني بتكون على شكل بلتف بطريقة معينة احنا نحكي عنها بالشابتر الجاي بلتف بطريقة معينة تمام وبروح برتبط مع مين بروح برتبط مع الرايبوسومة لبروتين لانه احنا بنعرف انه هيك بس تذكير سريع انه RNA مع الرايبوسومة لبروتين يعني هي اختصار من عندي شو بتعطيك بتعطيك الرايبوسوم وفعليا في عندك large sub unit و small sub unit يعني large sub unit من هذا بتيجي بترتغط مع الرايبوسومة لبروتين بتطلع شكل large sub unit برا للنيوكلياس برا وبس التذكير هي لا اللي كانت تصير بالنيوكليولاس هو انفوض انسيت صراحة anyway ما علينا بقولك some chemical modification برضو انت مش ايجي تعمل تترانزكريبشن ننتبه ايجي تعمل تترانزكريبشن هيو حولته ممكن تصير بعد تترانزكريبشن مثال عليها المثال بعد ما تخلص تترانزكريبشن يعني بس هي معلومة عابرة تمام هاي الصورة وضحت وضحت شونا قلنا هون اول شي عملت ترانزكريبشن من اعطاك البرى ار انا بعدها شلت هذول اللي جايات باللون الاخضر حتى يقدر يعطيك الار ار انا اللي هي و اهل سكستين اس توني ثري اس و اف اس وبرضو حيعطيك سيفيرل تي ار انا تمام طيب وبرضو مثلا هون هاذ بحالة الشيكوليت اعطيني الهيومان على عيني وراث شو قصة الهيومان الهيومان قالك هاي الدي انا اجيت انت عملت منه شايفين كم سبيسر هاي واحدة وهي ثنتين وهي ثلاث وهي اربعة تمام اه اوكي تمام قالك اجيت انت ايش عملت اجيت اعملت ترانزيكريبشن اجيت اعملت اجيت اعملت ترانزيكريبشن فقالك بحالة ترانزيكريبشن اعطاك خمس واربعين اس بري ار 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 اي ترانزيكريبشن برضو بعدها المناطق الاسبيسر موجودة هيها باللون الاخضر بعدا هاي المناطق الاسبيسر قلنا بتشيلها وبتعطيك مثلا الار ار اي اللي هي 18 اس 28 اس و 5.8 اس هذول الثلاث اللي بيكونوا رايبوسوم الار انا بعد المدفكيشن بحالة مين بحالة الهيومن او مش بعد المدفكيشن بعد الاسبيسر ريموفل بحالة الهيومن تمام طيب هيك بنكون خلصنا الار ار انا بروسسنج حكي انا اهم شي انك انت هو بيكون لوج بريكيرسر هذا اللوج بريكيرسر بيكون بيحتوي على سبيسر شو اسمه اللي هي اصلا الفونكشنال موليكيولز اوكي هلا خليني يجي نحكي على اخر نوع من انواع الار ار انا اللي هي تي ار انا او بنسمي الترانسفير اذا ايش عندك عندك التي ار انا او ايش بنسمي بنسمي الترانسفير ار انا طيب شو قصة التي ار انا يلك التي ار انا بتلاقي من اسمه الترانسفير هو بس هيكذا تذكير سريح مسؤول عن انه يعني كأنه يشيل الاماينو اسز اللي الرائب يسمي يقوله يلا خذ ابني انا بتجيب لك الاماينو اسز وانت ابني بناءا على الام ار انا اللي عندك وين بتلاقي بتلاقي بيقول لك هاي البروسيسنج بالبكتيريا والايوكاريوتك وبيحكي لك كل انواع التي ار انا اللي هم نفس الستركتور والفونكشن ولكن النيوكليوتيد يعني نفس الوظيفة ونفس التلكيب ولكن النيوكليوتيد سيكونس بختلف يعني حتى لو كان او شرع حتى لو كان عنده اه دفرنت نيوكليوتيد سيكونس طيب قل لك بعض انواع بحالة البكتيريا هون بدي يقارن بين البكتيريا وبدو يقارن بين الايوكاريوتك بحالة البكتيريا بيحكي لك بعض انواع التي ار انا زي ما هون هون مش قلنا بأول شي انت بتطلع بقلنا تطلع التي ار انا مع مع أنواع من أنواع سوري أنت طلعت الرن مع السيفيرل تي ارنى وهذا الإشوان صار بالإشرشك ولا يعني صار ببكتيريا بحكي لك فهاي أول طريقة أنك أنت لما تيجي تطنع أصلا الرنى يطلع عندك تي ارنى ولكن حتى لو بكميات قليلة هاي بأول طريقة الطريقة الثانية أنه التي ارنى هو برضو جزء من large precursor او large tRNA transcript بصر له cleavage حتى يتحول ال individual tRNA molecule يعني كان زكي أنه مركب كبير تمام هيك مركب كبير وإنت أجد كسرته لقطع صغيرة هذول القطع الصغيرة كل واحدة منها عبارة عن tRNA إذن كم طريقة عندنا بالبكتيريا طريقتين أما بحالة بيقولك ال tRNA جاي يعني بصر له transcription بشكل individual يعني مش إنه إشي كبير وتكسر لا خلص بشكل individual بصر له transcription هذا الجيل مسؤول عم تصنع مثلا tRNA فأنا بروح بأمله إيش بروح بأمله transcription طيب قل لك الدكتور the structure is different than any type ليش هو بختلف عن باقي إنواع ال RNA اللي هي ال mRNA و الر RNA لأنه function تبعه ووظيفته لازم تكون إنه تركيبه خاص فيه طب كيف تركيبه أنا بقولك تركيبه تركيبه مكون من كم لوب مكون من four loops صح؟ يعني هون بس بالله أذكر مكون من كم لوب مكون من جيجا بلا أوكي معلش طلعت الإشيق دامي أنا ومش هفيته إله أهم هو مكون من كم يعني من كم مش لوب خليني حكي من كم stem أو بيص من كم لوب أو من كم stem من عبارة عن four double stranded stems يعني هاي واحدة خليني نحكي هاي واحد تمام وهاي رقم اثنين وهاي رقم ثلاث وهاي رقم أربعة تمام double stranded بس بدك تنتبه إنه ثلاثة منهم من هذول اللوب هما على شكل stems يعني هيك زي شكل هكي هذا الشكل فاهمين وكي تمام زي العنق المهم قال لك ثلاثة من اللوب هاي اللوب اللي هي هاي الدوارة شايفين هاي الدوارة ثلاثة منهم بتكون على شكل single stranded يعني ما بتعمل يعني أحكي لكم أياتهم بينين أصلا هاي اللوب رقم واحد وهاي اللوب رقم اثنين وهاي اللوب رقم ثلاث إنها single stranded يعني ما بتعمل روابط يعني هل ممكن مثلا اليورسل تعمل مع D هاي لا D هي عبارة عن nucleotide بنسميها modified يعني هي nucleotide ولكنها معدلة تمام عشان هيك بسبب وجود D مثلا بهذا اللوب قلنا أول شي أنت ما بتقدر تعمل double bond لذلك مثلا هذا يعتبر single strand هذا يعتبر single strand هذا يعتبر single strand طب إحنا قلنا كم stem تمام وكم لوب عندك ثري يعني هم جايين خلينا أحكي برضو يعتبروا على فكرة four loops وعلى شكل four stems ولكن ثلاثة من هذول اللوب على شكل single stranded يعني ثلاثة منهم على شكل على شكل single stranded اللي حكيناهم طب في شي ثاني حسا لو بتلاحظوا في شي هنا بنسميه LD شوي دي هي عبارة عن nucleotide ولكن صار عليها تعديل معين فصارت على شكل modified nucleotide برضو عندك هاي الإشارة عندك إيش اللهم صل بس المبارك على سيدنا محمد عندك إيش عندك هاي الإشارة وينها لا حول الله قوت بلا بلا هاي هاي عبارة عن nucleotide بشبه يرسل ولكنه هو مش يرسل تمام طيب أما بما يخص الت يعني أنت بتعرف أنه المفروض المفروض لما أنك بتحكي عن الت ما يكون عندك ت وما يكون عندك طيب هذا الإشي الدليل على أنه صار أني أنت حولت هاي الجزئية صارحنا بتذكروا لو أخذنا لما أخذنا الفرق بين اليوراسيل والثيامين قلنا هي فرق بالمثل جروب اللي موجودة عند الثيامين فقال لك إذا أنت عملت مثلينيشن لليوراسيل حيتحول لثيامين ما أنه إحنا المفروض ما يكون في عندك ثيامين أصلا وين في حالة الارنين طيب إذن هو عبارة عن four double stranded من صحيح ثلاثة منهم على شكل single stranded قلنا هاي وهاي وهاي single stranded loop ظل واحدة على شكل double stranded loop اللي هي هاي شايفين هاي يعني هاي عاملة رابطة وهي عاملة عاملة رابطة حتى لو هاي مش عاملة رابطة المهم إنها تعتبر double stranded loop لأنها سنتين مرتبطات ببعض هن البعض هذا بنسمي secondary structure يعني شايفين و بدي كمان تنتبهولي إنه هذا اللوب مثلا بنسمي D arm ليش D arm لأنه في عند قلنا modified nucleotide اللي اسمه D طيب هذا بنسمي anti codon والanti codon arm ليش anti codon والanti codon arm أنا بقول لك لأنه لأنه على هاي الجهة اللي هي هاي شايفين يعني هذا الاشي مش هون المفروض بس هاي الجهة هاي الجهة بنسميها codon region codon region إنه انت تذكر مثلا اسد معين ف فهمتوا انت انا شو قصدي يعني هون بدي يقرأ الكودون ويضيف عليه الاماين واسد المعين فهون بيكون على عكس يعني جاي عكس الكودون إذا ما فهمتوا هاي الجزئية عادي لأنه بالشابتر الجاي هنفهمها أكتر طيب وهون لو بتلاحظوا على هذا الذراع بيكون ماسك بيشو فالله ركزولي على أنه ماسك بحمض أميني ألنين إذن على هذا الذراع شايفين ماسك بيش باماين واسد لأنه من أصلا من اسمه مسؤول عن أنه يعمل انه ينقل الاماين واسد اللي أنا بدي أصنحها وظلت بيظل هذا أو هذا الأرم أوكي فبس هذا وهذا كيف بيكون تمام والاماين واسد طبعا بيرتبط على أي بايندينج سايت لو بتلاحله هون هي يعني أنا قلت قلت لك في أماين واسد اللي هو الألنين على أي بايندينج سايت مرتبط على ثري برايم بايندينج سايت لهذا الأماين واسد أوكي طيب طيب بحكي لك why it's more يعني ليش الثري دايمينشين الستركتر أكثر لأنه أنت بدك تشتغل بده رح يشتغل قلنا مع الريبوسوم حتى أنه يعني كله الأماين واسد قل لك لازم أنك يكون على شكل تيرتشير تمام قلنا أنت ممكن حولت فعليا تونيوكليوتيد حولت من يولاسل لاثايمين وبرضو أعطيتك الدي فأنت يعني تيرتشير بيقولك معقد لأنك أنت عملت موديفكيشن لبعض أنواع النيوكليوتيد لأشياء جديدة أصلا مش متعارف عليها تمام بطلت لا النيوكليوتيد ولا بطلت وبرضو يعني هي بطلت أنت لما إجيت تعمل التعديل مثلا هون حولت من يولاسل لسايمين مثلا سايمين مفروض ما تكون موجودة أصلا بالأرنى قال لك وانا حولت أعطيتك الدي برضو شو هاي الدي أصلا وحكي المهم نقول لك كأنك بتحول هذا ل لا يمكن التعرف عليها ليش لأنه انت عدلت عليها وليش ما بدك تتعرف عليها حتى أنها أو يعني صر خاص فيها مميز فيها يناسب وظيفتها بإنها تعمل مش ترانزليشن هي نوعا ما ترانزفيرنج تنقل الشو اسمه السنترال دوغما سنترال دوغما إنك أنت تحول اللي بحل السنترال دوغما إنك اللي هي دكتور حاططها إنك تعمل كونبيرتنج الدي انا لبروتين مين اللي اللي بحل مشكلة الانسنترال دوغما ولي بيجيب لك أصلا الامين واسد هو ترانزفير عشان هيك هذا لازم تركيبته شوي معقدة أو فيها تفاصيل ازداد عشان تتناصر مع وظيفته طيب هل هون دخل شوي للدكتور بشوية رياضيات دقيقة عندك عندك كل النيوكليوتيد المفروض كل النيوكليوتيد عنده ثلاث احتمالات للكودون إذن كل واحد النيوكليوتيد عنده كم احتمال للكودون ثلاث طيب قل لك إذا أنا عندي دقيقة طيب عندك كل النيوكليوتيد عنده ثلاث احتمالات للكودون طيب إذا أنت عندك إذا أنت عندك أربع نيوكليوتيدات طب كم احتمال بيش بتضرب تيجي بتحكي أربعة قوة ثلاثة بيطلع عندك ستين أربع وستين طيب يعني أنت عندك أربع وستين احتمال للتي آراني تخيلوا طيب هذا هو للأربع وستين احتمال للتي آراني قال لك بالواقع بالخلية أنا بلاقيهم على شكل ستين واحد وستين يعني بلاقيهم على شكل إيش بلاقيهم على شكل يعني التي آراني بلاقيهم على شكل فقط 61 tRNA طب الثلاث هذول اللي راحن ناقص ثلاث وين راحن قالك هذول الناقص ثلاث هي عبارة عن stop codon يعني ما لهم يعني انت ما بتحولهم ل tRNA هم عبارة عن ايش هم عبارة عن stop codon طيب الدكتور حكى برضو عن قاعدة اسمها الثرد بيس وبل شو قصة الثرد بيس وبل قالك المفروض ببعض الخلايا النورمل انه يكون عدد tRNA 61 طب فرضا انا عندي كان اقل ان كان مثلا اعطاك 30 كيف بدك توصل كمان 31 واحدة هذا النقص اللي صار كيف بدك توصله قالك في عندي قاعدة اسمها الثرد او الوبل الثرد بيس وبل وبل او الوبل هايبوثيس انه الثرد بيس للتRNA هاي مثلا عندك القاعدة الثالثة بالتRNA يعني هاي التRNA القاعدة الثالثة قالك الثرد بيس تبع التRNA بقدر انه يرتبط لدفرنت بيسز ان ال-mRNA يعني مش عارفة كيف اوصفلكم اياها صراحة هاذ المفروغ ما يكونش هون ف اذا ما تكرر بشابتر 9 ها رجع عيدة بتفاصيل اكثر بس المفروغ ما يكون هون المهم يعني اذا ما فهمتوها مبدئيا مبدئيا احفظوها انه الثرد بيس تبع تRNA لانه العدد غير كافي زي كأنه هو واحد بس بيكون يشتغل على اكثر من مكان يعني بيغطي النقص باكثر من مكان فبروح برتبط لدفرنت بيسز مع ال-mRNA اذا ما فهمتوها خليكوا عليها زي ما هي لحد ما نفوت على لشابتر 9 اذا حشكت انه استلمش موضحة او كذا حارجع اوضحها بفيديو لحالها يعني او ببعث اشي على القناة تمام فبس اوكي هيك منكون يعني حكينا الاشياءات اللي هاي اخر اشي ضلعنا اشي بسيط والله الحمد والمنا اللي هي أو انواع أو أنواع أو أنواع بيقول لك بختلف من لساني لا هذا اشي حكينا بنا نحكي عن البكتيريال صوري tRNA بروسسنج يعني هل احنا قلنا في عندك mRNA بروسسنج وعندك rRNA بروسسنج طب هل هذا بيعني انه ما في عندك tRNA بروسسنج بلا اول اشي يعني هذول اعرفوه ان كان يقاط رح احاول افهمكم يام اول شي قللك تقريبا tRNA قلنا يا اما الو مصدرين بحالة البكتيريال يا اما جاي من وين يا اما جاي اصلا من الرRNA او انت ايش عملت له من large precursor يس من large precursor trans script يعني انت اجيت عملت كلفة كلفة ل large precursor trans script تمام وعطت هذا tRNA حتى يعطيك الاندفجولز يعني كأنه واحد كبير قطعته لقطع صغيرة قطعته كل قطعة عطتك tRNA خاص بيها برضو قلك اهم اشي انه بيكون على اقلنا كثير مهم three dimensional structure تبعه حتى يقدر يروح يرتبط مع ريبوسوم وييجي ويصنع الشو اسمه ييجي يصنع هي البروتينات يعني نفس تركيب فعليه نفسها زي هاد بالضبط طيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد تمام اخر شي بحكي لك برضو بصرف عندك post transcriptional addition للباسز بالعادة ممكن تكون cca at the three end هاي اعرفوها لانه هي مش حد تتكرر معنا هون بس خلص اعرفوها انا ممكن يصير عندك مثلا هناك post translational post transcription ما اجاب لك سيرة بس هون قال لك بصرف عندك post transcription ممكن انك تعبدل على بعد التranscription انك تضيف اشهر قواعد ممكن نضيفها cca على اي انت على ال three priming لأسف ما في صورة حتى بالكتاب ما فيش صورة الاشي اللي قاعدين نقرأ فعينكم الله يعني طيب الايوكاريوتك and ال rklt rna undergo similar processing modification بحالة البكتيريال ولكن بحكي لك الايوكاريوتك t rna ممكن or to include small introns that are removed لأنه قلنا بحالة البكتيريا ما عندك intron بحالة البكتيريال بالايوكاريوت نفس هذول الخطوات تقريبا ولكن ما خطوة زيادة اللي هي ال introns remove او ال intro طيب تمام تمام هلا حنحكي اكثر طبعا انا لحد الان اه حسا حنحكي عن اخر اشي مش قلنا في عندك post transcription rna editing شو هي هاي ال editing اللي ممكن تصير بعد ال trans transcription ال editing قالك الدكتور مش تيجي تخربط بالمصطلحات بين ال editing وال splicing ال editing انك انت تعمل changes انت بتعمل تغيرات على structure لل rna ولكن مش معناها انك تقس وتعمل logation وتشيل وتحط وتربط فقط تقعد بتعمل changes على structure لل rna and that قد ممكن مثلا واحدة من هذول changes يصير عندك cleavage لل rna بس مش بالضرورة as splicing فقالك مثلا مثال على rna editing اكتشفوها هم بال 1980 قالك rna editing هي نفسها بكرة يعني ممكن يتكون بمصطلحات نائم rna editing او post transcription modification لل rna هذا post transcription modification بأثر على protein product يعني اكيد لا غبار عليها هزا شو قصة واحدة من الهاي خلينا نجعل اسمي قالك هذا dna ماشي تمام اعملت له transcription اعطاك mrna mrna قالك اجيت حطيت مع guidance حطيت مع دليل دليل بحيث انه مثلا يوجهه انت وين لازم تروح انت شو لازم تعمل فقالك حطيت single strand guide rna مع portion وفي messenger rna شايفين هذا mrna حطيت على single strand اهم اشي انه guide عبارة عن rna بيجي هياته شايفين هذا mrna انت اجيت حطيت على guided rna وعشكل single strand ولو بتلاحظ انه هون ما صار عندك رابط يعني انت guidance اصلا كله عبارة عن يورس الادنين وفي شوية قوانين وصايتوسين بكون هو مكمل ولكن في عندك الادنين شايفين هذول الادنين النوكليوتيد بيظلوا على شكل ايش in bird لوب يعني لا بصير فيه لا برتبطه مع mrna ولا حتى بعملوا روابط بين بعضهم البعض هاي مهمة ليش مهمة لانه هاي هي اصلا الguidance يعني الفكرة بالguidance هو هذا قالك اذا اجيت انت عملت صح بعد بعد الguidance اجيت عملت الارنين كيف عملت الارنين قالك اجي النوكليز انزايم بقطع الام ارنين من المناطق يعني مش هون انت عندك هذا خلينا نحكي الانبيرد لوبس بقطع الام ارنين من عند الانبيرد لوبس يعني من هون تقريبا هاي المنطقة وتقريبا هاي المنطقة وبعد ما يجي هذا النيوكليز بقطع الام ارنين بيجي الارنين بولي مراز ببني على بناء على الادينين قايد اللي بالأول كانوا على شكل انبيرد فوقتها بصرفي عندك ايش وقتها بصرفي عندك ايش اسمه البوست ترانزيكريبشي للارنين موديفكيشن وبس بحكيرك بعد ما تفرز هذا الارنين الارنين ادت انه نتيجة هذا الارنين سوري ادت اليورسل اللي صارت على المشور ام ارنين مصدرها مش الدي ايش ننتبه مصدرها مش ايش مصدرها مش الدي انا وبتلاحظوا كل البوست ترانزيكريبشن الماضي كانت انت ما بتغير نهائيا بتسلسل النيوكليوتيدات انت ما بتقرب عليها انت بس بتحافظ تحمي بتحاول تحمي هذا الامرنين قالك هون لا اسمها ارنين اديتينج انت بتعدل بتعمل على القواعد الناتروجينية الموجودة بالارنين وهاي الجملة جدا مهمة ركزولي على انه ايش انت لما ايجي ضفت اليورسل ضفت يورسل على الامرنين هذا اليورسل اصلا ما كان يعني انت مش من الدي اي عملت نسخ لليورسل لا فعليا انت اليورسل يعني خلينا نحكي نسخته بناء على الدي ارنين مش على الدي اي تمام اوكي طيب اللهم صلى بسلم بارك سنو محمد رح اعتبر انه تمام بحكي لك الورسل قلنا بتم اضافته بمساعدة الدي وقلنا اليورسل هو اصلا مش دي اي كود وانما قايد ارنين من القايد ارنين يسا يعني نفس الرسم الدي تقالك بالعادة ممكن يصير انه انك تعمل مش بس انك تضيف يورسل ممكن واحدة من الاشياء بدل ما تضيف يورسل تحذف يورسل يعني ممكن وارد اوكي تمام تمام what is gonna happen there's if there's here's اللي صار هون قلنا cleavage بالmRNA وين cleavage بالmRNA عن طريق نيوكليز انزيم قلنا عند وين عند المناطق المقابلة للأدني هاي المناطق يعني تمام هاي المناطق تمام فبعد انت مجرد ما عملت cleavage بتضيف اليورسل على لانك انت ليش بتضيف اليورسل حتى تكون لهذا القايد RNA للسي بلوسسينج اهم شي انه شو بنسميها بدل سي بلاسينج او موديفكيشن يعني هي لا هي مش ولكن هي تعتبر جزء من البوست ترانزيكريبشن موديفكيشن على الفكرة هي مش ضروري صحيح على الر RNA يعني هون اصلا المثال اللي طارح لك هي على الر RNA برضو حكالك مش بس هاي انك تضيف اليورسل غير الر RNA في عند اشي بنسمي ال بي سبستيواشن اذا شغلتين قدي احكي لك هاي الRNA ادتين هاي اول شغلة والشغلة الثانية هي من اسمها انك تستبدل قاعدة نايتروجينية بقاعدة نايتروجينية اخرى والاشهر عما لعملية الريبليسمنت للسايتوسين باليورسل هذا الاشي طبعا بيكون بالموميلز بغض النظر هو من وجود بدي تركزي معي هنا بالرسمة تمام هون تكون عبارة عن سايتوسين يصلك يعطيك بوليبيبتويد معين هاي النورمال بري mRNA بيعطيك عدد البروتينات نتيجة انه هذا ظلت على شكل سي شايفين هاي المنطقة ظلت على شكل سي النورمال اعطتك 4563 امان واسد قالك ممكن بالبست تعملها ايش تعملها editing تشيل سي وتحط بدالها يورسل وين بال انتستين السلسل يعني هاي بخلايا المعدة وين بخلايا المعدة فقالك هذا المتحور اذا هو اصلا طلع متحور ورجع انت هذا المتحور رجعت عدلت عليه وحطيت بدال سايتوسين يورسل لمصارع عندك كم عدد الامين اللي اعطاك اياها 2153 ليش 2153 لانه هنا اعطاك هي عبارة عن فعني كأنه ظل يعمل توقف فهمتوا شو الفكرة اتمنى انه تكون حمتوا شان هيك هذا اعطاك 4000 اعطاك عدد اكبر بس هاي نتيجة اللي انت عملته اعطاك عدد اقل لانه نتيجة اللي انت اعطاك انت اعطيته فظل ينسخ لحد ما وصل لهاي الستوب كودون توقف على المسا هذا الاشي وين بصير بصير الخلايا المدر اتمنى انها تكون المحاضرة واضحة هيك نكون خلصنا المحاضرة سامحوني على اي عجقة او اي تكسر او اي يعني مثلا اشي غلط حكيته وراجعوني فيه يعني ما تتردد لانه صراحة شوي تعبانة يعني انا مش تعود اظل صحي فموفقين ان شاء الله فالكم العلامات العالية واذا حدا عنده اي شؤال ما تترددوا وتباسوا لي اعطيكم العافية وتوفيد